اشتركوا في القناة الجنود المجهولين أنا ملخص هل تنتابع ونشوف حلقتنا لهذا النهار في الفقرة الأولى من مشوارنا الصباحي لليوم رح يكون معنا ضيفنا المحادر الأكاديمي والباحث في اللغة العربية الدكتور ريدغ باري ليحدثنا عن الأمثال الفلسطينية وكيف تناولت موضوع الصحة عن الألوان وتأثيرها على نفسية الإنسان رح نحكي مع الممثل والمخرج وأيضا خبير الألوان محمد عطالة ما نادري أخصة أيضة السايكو دراما إيمان ريناوي وأيضا في نفس الفقرة رح تكون معنا رحيق دقة المستشار التربوي والمعالج النفسي ورح يحطونا عن موضوع مخاوف الأطفال وتأثيرها عند الكبر في حياتهم عن عرض الكبر في مصرح حيخة شبير رح نستضيف الممثلي ومصممة الحركة السماء وكيم والممثل ومؤلف الموسيقى الملحن فرج سليمان أما في فقرتنا الأخيرة رح يكون معنا إيهاد بوتو مدوني الفيديو مدير حملات تسويقية في مواقع التواصل الاجتماعي ورح يحدثنا عن آخر أخبار التكنولوجيا وفي نفس الفقرة رح تنضم لإلنا أيضا الشفع خافد رهيم لرح تحضرنا وصفة فلاب السمك مع سلطة الجزر الملونة وبلشنا جوع على الصبح والأمثال العربية الشعبية الفلسطينية القديمة مع دكتور رضا غبري منبلش فقرتنا لهذا النهار وصباح الخير صباح الأنوار كل شي حلو طيب يسعى طباحك دكتور طيب نحكي على التفقيف الصحي في الأمثال العربية طبعا تحديدا أمثال العربية الفلسطينية على أساس أنه العربي الفلسطيني ما تعلم بكليات الطب في الجامعات إنما من خلال التجربة اليومية من خلال التوارث عرف أنه هذا الشيء ضار لإله وعرف أنه هذا الشيء نافع لإله وأكثر مثال اللي بيكونه عمود الأمر كلياته لما قال العقل السليم في الجسم السليم أنت مشان يكون عقلك سليم وتام ومشاء الله عنه ومفروض هذا الشيء الجسم يعكز ذلك يكون أيضا سليم مشان يعني الأمر تبادلي بين الجسم وبين العقل فلذلك كان حريص هذا الفلاح الفلسطيني هذا الشعب الفلسطيني هذا العربي الفلسطيني كان حريص على صحة جسمه وأول ما أجع منذ الصغر لأولاده لنفسه للعيلي نم بكير وقم بكير وشوف السحة شو كيف بتصير وهذا الشيء من ناحية علمية طبية صحية مئة بالمئة لأن الساعة البيولوجية عندنا على الساعة الثمانية تسع عشر الحد الأقصى مفروض الإنسان يكون نايم وعلى الساعة الستة الصبح خمسة الصبح مفروض يكون الإنسان صاحي لكن اليوم بعصر اليوم وبزمان اليوم قديش الإنسان ظلم نفسه لأنه بيظل برسر لساعة 12 ساعة واحدة ومن الصبح بكير بدي يقوم بيقوم هل كان بيقوم تعبان فحب ذا لكل المشاهدين والمشاهدات يمشوا على حسب هذا المثال نم بكير وقم بكير وشوف السحة شو بتصير لأن اسمعتك بتقول كلمة جوع الواحد صبح الجعان هذا الشيء طبيعي هذا الشيء طبيعي يكون للإنسان حاجة فيزيولوجية مفروض يمشيها ويطعم نفسه ويغذي نفسه لكن طلع ما أذكى وأحكم الفلاح الفلسطيني العرب الفلسطيني أجل قال نص البطن بغني عن ملاته نص البطن بغني عن ملاته أنت مش بالضرورة تحبي بطنك للآخر أنت بتوكل لغاية نصف الكمية اللي بتتحملها المعدي يعني حتى هذا بنطبق مع الحديث للنبو الشريع صحيح عن سيد محمد صلى الله عليه وسلم المعدته بيته الداء والحميته رأسه كل دواء ما ملأ ابنه آدم وعاء شرا من بطنه أكثر وعاء أنت بتمليه على الآخر بيكون الشر لإلك وبطنك حسب ابن آدم لقيمات لقيمات هذه بنسميها تصغير لقمي يعني أكمن لقمي لقيمات يقيم بهن الصلوبة فإن أبن فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه هذه هذه القاعدة الطبية النبوية لذلك الأمر لما أجل الفلاح الفلسطيني يقول لما أنت بدك توكل ما تعب بطنك على الآخر يكفي حسبك نصف البطل لكن شو إحنا بصير معنا للأسف الشديد لكن إذا أنت أكلت عن جوع مهما هو ألذ الطعام إيش ألذ الطعام أنت بتوكله اللي بتوكل عن جوع صحيح لما أنت بتوكل عن جوع مهما أكلت مهما أكلت بيكون الطعام لذيذ وزاكي وطيب مهما أكلت إذا أكلت أنت عنه عفاف والمخرج والطاقم اتفقوا ينزلوا على الشارع حبينا نسمع كمان أديش مجموعة من الأراء وأديش الناس عندها اطلاع على الأمثال العربية لتناولات موضوع الصحة أو التثقيف الصحي نسمع هذه الأراء وأيضا نسمع تعليق من دكتور ريدة غدرية على هذا الموضوع مثل بقول درهم وكاي أحسن من كنتر علاج يدير بالوحة للواحد وبيضل منيح نام بكير وفيه بكير وشوف الصحة كيف تصير يا غالي النظافة تلتين من الصحة نام بكير وفيه بكير وشوف الصحة كيف تصير كل زيت وانتح الحيث الصحة أفضل متروي الله يعطينا الصحة والباكة بنشرع عمي شو راية حلوة كثير في معلومات بشارعنا العربي نعم وخاصة المثال المشهور لأنه عن جدة ربينا عليه ونحب نربي أبنانا عليه على أساس يناموا بكير لأنه الموضوع اليوم إننا بناموا متأخرين وهذا بعكس الساعة البيولوجية اللي احنا بنتمتع بها لأن مرات الإنسان وخاصة بالشتوية الآن بنسى يشرب بنسى يأكل فبسير عنده وجع راس بيقول لك راسي بوجعني تجي انت مباشرة تستنتج أنه ما شرب أو ما أكل لذلك المثال شو قال لنا إن وجعك راسك يكرموا وإن وجعك بطنك يحرموا تلمح لها الحكمة مح لها الفن هذا الكلام لما الإنسان راسه بوجعه هذا دليل أنه عنده نقص أو بالطعام أو بالشراب وخاصة بالشراب وخاصة بالشراب لكن لما بطنك يوجعك لازم تحرموا بمعنى ما توكل قد لك ساعتين ثلاثة أربعة خمسة إلى حد ما الأمر يتسهل عندك وما ما تدخل ما تزيد على معي التق تمامي تمام خليها تتريح خليها تهدأ وبعد ما تهدأ أنت بتوكل أن أرجعك راسك اكرمه بمعنى اكرم بطنك بمعنى كل واشرب إذا أرجعك بطنك احرمه من الطعام طلع المثل كمان الآخر اللي صحي جدا 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 بيقول لك تغدى وتمدى وتعشى وتمشى تغدى طعام الغدى وتمدى الكلمة هنا هي تمددة بالدل لكن مشانسر عندي السجعة في الكلام أرجعك قالوا تغدى وتمدى وبالمقابل تعشى وتمشى على السلس تحرك ما تنام يعني إيش قالوا كمان بدك أنت تحمد منامك خفف طعامك مشان ما تشوفش أنت كوابيس بالليل واحلام مزاج ما تنام على بطن ملاني نام خفيف لذلك قالوا تمشى حتى ولو أربعين خطوة بمعنى أنه يعمل لك شوية حركة وعلى سيرة الحركة قالوا الحركة بركة الحركة بركة وهذه تنطبق على كل الأشياء من ناحية العمال الجهد أنك أنت تشتغل وتنتج من ناحية أيضا الرياضة أنك أنت تعمل رياضة تكون بتمارين رياضية تحرك جسمك هذا الشيء بيعكس صحة نفسية وصحة جسدية لأن بالنسبة للصحة النفسية كمان قالوا تغيير الهواء أحسن دواء أو شم الهواء أحسن دواء كمان كان فيه تطرق لجانب الصحة النفسية بالأمثال الفلسطيني لا لكن أنت بتنتبه لما بيجي بكلك الحركة بركة وكثير من الرياضات اللي منعملها التمارين الرياضية اللي منعملها الفعاليات الرياضية اللي منعملها أهم شيء منها هي التفريغ هي التنفيس لما أنت بتجهد نفسك هذا الشيء بتجهد جسمك هذا الشيء بريح نفسك هذا الشيء يعني مفهوم لصالح الإنسان لصالح الجسم جسديا ونفسيا أيضا أجل قالوا البيت على قصة تغيير الهواء تغيير الهواء منشوف الأمهات اللي يرضى عليهم الصبحيات بيبدين يفتحنها الشبابيك يفتحنها الأبواب أساسي سير فيه تغيير الهواء في البيت هذا أحسن دواء لأن كلمة تغيير مثل آخر أو برواية ثانية شمل الهواء إنك انت تطلع بريحة الدار على ورحمة الله رب العالمين ربنا عطانا بلاد أنعمنا في بلاد اللي طبيعتها جميلة جدا وخاصة الآن في هذا العصر في هذا الوقت بالشتاء الخشخاش اللي موجود يعني أنا مثلا بطريق كوفرمندا على سبيل المثال هناك في أرض كلها كلها بساط أحمر من هذا الوقت هذا الش أيضا بريح النفس أنا يعني أتوجه لكل شعبنا العربي الفلسطيني أنه يطلع على الجبال يطلع على الأودية يطلع على السهول يمتع نفسه يمتع روحه في المناظر وفي السير أيضا لما أنت بتمشي بنرجع للحركة بركة لما أنت بتمشي وبتحرك الجسمك أيضا هذا بيساعد نفسيتك ترتاح بيخفف عنك الاكتئاب بيخفف عنك كل سوء أيضا بيعطيك الناتج الصحي الجيد للجسمك روحه في كمان نسمع منك أمر إضافي قصة المثل مش حافظه أنا منيح عشان هيك إحنا كتبنا لأنه طويل وكان غريب علي مرة ابن مرة 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 ابن مرة من مرة اللي بعطي سدوا لمرأ أنا أول مرة ما صح هذا وانا صراحة إحنا نعتذر مسبقا للنساء على هذا المثل لأنه أيضا فيه رجال يعني أسوأ من يعني ينطبق عليه ومن المثل مش أقل لكن المثال حكي عن المرة وعلى فكرة لما المرة بتقول لك سرك في بير هي حكت مظبوطة سرك في بير لكن ما قالت لك إنه بداخل هذا البير هناك إمها وخواتها وجراتها وكل يحف معتذرنا طبعا للنساء فالقصة قصة جميلة جدا اللي بتحذر الإنسان يطلع سره للآخرين بشكل عام للآخرين يعني سرك مفروض يكون جواد صدرك ما تطلع مجرد أنت أطلعت سرك لأي إنسان هو انكشف وهو انتشر فالقصة بتقول إنه فيه كان خلاف بين اثنين وللأسف الشديد وصل إنه واحد قتله ثاني هذا الإنسان المقتول هو يحتضر كانت الدنيا الشتوية زي أيامنا هيك وعم بتنقط مطر خفيف فالمقتول هذا بكل القاتل إنه هذا المطر الخفيف رح يشهاد ضدك إنك انت قتلتني لأنه ما كان فيه شاهد حقيقي شاهد موقع الجريمة فطبعا استهتر بكلامه وقالوا شوف هذا المطر بدي يشهاد علي بعد فترة زمانية سجلت القضية تلقتل هذه ضد مجهول لأنه ما نعرف من القاتل ولا مرقت سنين وسنين وسنين بعد خمستاشر سنين قاعد الرجل هو مرته هيك بجلسة بجلسة رومانسية والمطر عم بنزل بشكل خفيف فتبسم المرأة تسأل هي تبسمت يعني فهي بقول لها والله ذكرت شيء يعني خطري ببالي وتبسمت وطبعا ذكر الكلام القتل اللي انقتل فقالت لا انت عم تضحك علي من وقت انت نسال مهزة لقدامك انت عم تتهز علي بتتبسم علي والله يا بنت عم ما حكيت عليك ولا بتبسم عليك ولا بأسخر منك لا الا انت هيك بدك اللي بتقول لي شو للي طب كل شو السبب ليش انت تبسمت ما دمش علي يا بنت الحلال يا بنت عم تركيني ابدا بدي يقول لي شو السير فقالت فقال لها بتذكروي يوم قبل خمسة شرساني كان في عنا قاتل منعرف من القاتل قالت له لا اسجل ضد ضد قالت له قال لها أنا القاتل انا اللي قتلت هذا الرجل اعترف وهو قال لوقتها انه هذا المطر هذا الراذ هذا الخفيف هذا المطر الخفيف رح يشهد علي انك انت قتلتني فديري بالك مش تحكي لحدا هذا وصل له خمسة شرساني ما حد داري بالقضية ولا يهمك سرك في بير ما تخاف ما تخاف مش رح ححكي لحدا مرقب جمعة جمعتين ثلاثة بتعرف مرات بصير سوء التفاهم بين الزوج الزوجته بصوت في كان سوء التفاهم بالمطبخ الزلمي كان خلينا نقول يعمل صلطة بأيده السكينة فطلع عليها بأيده السكينة خافت انه بدي يقتلها نزلت على الحارة تصيح فلان بدي يقتلني جوزي بدي يقتلني زي ما قتلي فلان فهي كان كشفت كشفت كليات لذلك اجه قال اوعك تطلع سدك على مرأة مرأة ابن مرأة اللي بتطلع سده على فكرة كلمة سد تلع قديل الكلمة هذي قديمة اللي ما منقرر نحنا باللغة العبرية كلمة سامية كلمة سود سود بمعنى سر ما تطلعش سدك بمعنى ما تطلعش سرك كلمة سد اجت من كلمة سود للسامية الأصلية وهيك اياك انك تطلع سدك مش بس لمرأة لكل واحد البصل خطير دكتور نحن نساء اليوم بديت تزعل منك بالذات أنه يعني كشفت هذا السر عن زوجها مش عن شخص غريب نعم لأنه سلمت وانتقال من الخوف فكرت أنه بده يعتذي عليها دكتور حضرتك في بداية الفقرة ذكرت أنه طبعا الأمثال هي يمكن هيك وليد التجربة معينة وليست وليد في هديك الحقبة الزمنية دراسة أو هاي الأمور مثل أي تجارب مر فيها الإنسان لحتى قدر أن يوصل لهذه الأمثال لحتى اليوم دكتور بعد متداول يميت المسمعنا أيضا في الاستطلاع طلعي الحياة نفسها بتعلم والتجارب نفسها بتعلم لما الإنسان أجعوا بطنه وأكل مثلا شعر أنه ازداد وجع بطنه لكن إلا ما أكلش لفترة زمنية وجع البطن خف فأجل قال أنه إذا أجعك بطنك احرمه بينما في الأولى أنه الإنسان راسه بوجع لما أكل أو شرب خف وجع الراس فلذلك استنتاج أنه وجع الراس مشان أن تتخفف وهي حقيقة علمية مشان أن تتخفف منه لازم تشرب ولازم تأكل على فكرة فيه كمان أمثال اللي عكس يعني إحنا مش لازم نوخد مش لازم نوخد بهذه الأمثال يعني لما أجا قال المثال كل أكل جمال وقوم قبل الرجال بمعنى كل بسرعة وقوم الأول من بين كل الرجال اللي كانوا على الماء هاي ممكن يتضر بالصحة مفروض أنا لما بدي أكل لازم أمضغ الطعام جيدا لازم أكل على مهلي لازم أتمهل بالأكل عشان يستفيد عشان جسمي يستفيد ما بدي أكل أكل جمال أو عب عب الجمال وقوم قبل الرجال هذا مش مزبوط كمان بتجي بقولوا تفضل يا رجل يلا الأكل موجود تفضل تعالكل معنا فناقول الحمد لله أنا ماكل وكذا يزل معياري الشبعان أربعين لقمة صحيح ما اسمعها شو هل حكي هذا إذا أنا جعل بالكاد دو أكل أربعين لقمة صح كما أنا بدو أكل وانا شبعان دو أكل أربعين لقمة وأكل الرجال على على قدس نعم حكينا مرة على الموضوع قدي بتتعب وبتشكى طبعا طبعا بدي يكون فالمقصود أنه في أمثال اللي هم يشازم نأخذ فيها لأنها ما بتعكس لكن بالغالبية العظمى أمثالنا كانت حقيقة تعكس الواقع مفيدة صحيا مع أنهم ما تخرجوا لا من جماعات ولا من كليات طب إنما من كلية الحياة من تجارب الحياة دكتور يمكن المثير للفضول بأنه حضرتك بحث بهذا المجال وتحدثنا يمكن في أول مرة استضفناك عن المبين في الأمثال يعني مجرد أنه هاي الأمثال هي كموزونة وفيها قافية دائما يعني يطرح السؤال مين ش هل حكينا وليد التجارب ولكن هل هو شخص يمكن اللي كان هيك مطلع باللغة العربية أم أنه الناس البسطاء هن اللي يركبوا هاي الأمثال هذا نفس الشخص اللي موجود بالبير هو اللي جوه هو بالكاعد اللي حكيت له السر اللي كله يعتني جوه معاه هذا هو هو اللي بيطلع على الأمثال أبداً هذا الشيء بيجي عفوي بيجي عفوي تمام لأنه عارفوا بطبيعته إنه هذا السجع هذا السجع بساعد على حفظ المثال وعلى نقل على نقل المثال يعني مجا قالت دفع عفا الدفع عفا الكلمتين فيهن هذا السجع وفيهن هذا الجناس هذا الشيء لما بدك تحكي هذه الكلمتين بالسقن في العقل وفي الذاكرة أكثر من كلمتين أو ثلاثة اللي بمالهنش هذا السجع وهذا الجرس الموسيقي الدفع عفا لأنه من قبل قال البرد أساس كل اللي كمان عندهم لذلك الحل والشفاء من الأمراض إنك تكون أنت دافي وتحافظ على الدفلة للجسمك جائع بتنورنا بكلامك مثل كل مرة بكل تأكيد محضر لنا إشياء تحب تكشف لنا من المرة القادمة يعني إيش بتحب نحكيه هذا في حين وكل شيء لما بيجي الصبي منصلي على النبي حتى بيجاوب الأمتال شكرا لك دكتور شكرا لك أهلا فيك أهلا فيك سعد صباحك شكرا بالتلفزيون اللي بيستطيف الله يخليك نور الله يخليك عفاف عالم الألوان الفقرة الجاي وتأثيرها على نفسية الإنسان سبق وطرحنا هذا الموضوع في السابق مر على حوالي العام سنة لكن بتوجب علينا أنه كمان وكمان نظلنا ننور الناس تأثير الألوان على نفسية الإنسان بعد الفاصل الألوان وتأثيرها على نفسية الإنسان وحتى فيزيولوجيا ممكن أن يؤثر على الجسم الجسد جسد مثير جدا بالنسبة لإلنا طرحنا هذا الموضوع كيف نوانا في السابق من حوالي سنة واليوم نطرحه كما مرة لليما تابعنا صباح الخير للمخرج والممثل وأيضا الخبير في ألوان السيد محمد عطلة منادري أهلا وسهلا فيك صباح الخير يسعد صباحك أهلا وسهلا فيك صار فيه اشتياق لإلنا ولا لا؟ كتير دائما موجود أنت بتعرف الله يخليك يا رب الله يسعدك رح نتحدث أكيد وبكل تأكيد عن آخر أعمالكم المسرحية في مصلحكم الخاص مصلح الخيال مصلح الخيال بكل تأكيد وإذا فيه أعمال إخراجية تمثيلية رح نتحدث عن كل هذا الموضوع لكن نفتتح بالألوان تعريف عن الموحد للألوان تعريف خلينا نقول ما هو اللون فيه مسلمات كتير بحياتنا إحنا بما أننا خلقنا ونوجد اللون خلقنا وتعاملنا مع اللون خلقنا ولبسنا لون خلقنا وأكلنا وشربنا لون خلقنا ونمنا على لون صارت من المسلمات بديهة مش شعرين فيه أنه بأثر علينا وإحنا مش عارفين أنه بأثر علينا هاي المسلمات والبديهيات بطنا نسأل عنها ليش وكيف وشو علشان هيك منعيش فيها بسلام ممكن تنعشنا ممكن تسعدنا ممكن تتعسنا ممكن تتمرضنا وممكن تشفينا الألوان تعريف اللون هو بمثابة ذبذبات ضوئية بمقدار معين قوتها يعني بمفهوم مصدر اللون هو الشمس علشان هو هو ذبذبات إشعاعية مصدرها الشمس لكن لون له قوته ذبذباته وأقوى لون هو اللون الأحمر إذا بدنا نأتي وأضعف لون اللون الأسود اللي هو مش لون عملياً لأنه لا يمكن أن ندرج الأسود حتى كتعريف لوني لأنه جميع الألوان تشع حرارة وتبث حرارة ما عدا الأسود يمتص الحرارة عشان هيك لا يدخل بتعريف اللون أوكي جميل ومن هنا الأسود إذا ما نفوت عليه إله إيجابيات كثيرة وإله سلبيات كثيرة إله خصوصيته الخاصة وتركيبته الخاصة طب إحنا هيك بدنا نفر فضو المشاهدين أكتر وأكتر أساس محمد ويمكن يعني في فقراء سابقة تحدثنا وكأنه الميول أو محبة لون معين حتى بكل موضوع الملابس أو البيت تزيين البيت بهاي الألوان بدل نوعا ما على جانب في نفسية الإنسان أو على ميزة معينة إذا بتحب هيك تبلش دخلنا في هاي الأجواء من الطبيعي طبيعي جدا إحنا الطريقة الهندية اللي اتعاملت مع اللون بما إنه الهنود هني أكتر شعوب الأرض تأملا في الطبيعة بصغوا لنفسهم سقلوا أرواحهم ونفوسهم من خلال التأمل بينهن وبين الطبيعة بينهن وبين المحيط البيئي تاعهن علشان هيك أعطوه لكل لون لكل شهر لونه أعطوه لكل شهر لونه هذا ما حكينا عنه في المرة السابقة صح؟ يعني فيه أمور عم تتوسع الألوان هو بحر محيط إحنا بنحكي مرات عن جزء بسيط جدا علشان هيك بنحاول نستبق الأحداث لأنه معناش وقت وآخر وإنا بنقدر نحكي ساعات على الموضوع هذا أعطوه لكل شهر لونه وكل إنسان إحنا بنخلق فيهن 12 شهر كل إنسان إحنا بنخلق بس بـ 12 شهر هدول فش 13 نخلق فيه صحيح علشان هيك كل إنسان بخلق بالشهر اللي هو خلق فيه بشكل تلقائي بينهو بين نفسه هو مشبع باللون اللي خلق فيه من رحم أمه ننخذ مثال عشان موضحكت ليش نخذ مثال هات نخذهن كلن إذا عبد لا هيك بنصار عندك لا نخذهن مثلا نخذ مثال حتى نخدر نروح على محل تاني نخذ مثال رح يزعروا كتير مشاهدي إسا تكذب برا مع شاب بكل أنا بنامش إلا على اللون الأحمر وبالصدفة طلع هو في عنده غرابة يمكن هو اللون الأحمر مش الأحمر عنده بالبيت وإنما بوردو أو مش تكات الأحمر هو خلقاني بشهر ستة أنا خلقاني بشهر ستة أنا لابس قميس فيه أحمر مش أحمر تيمنا بالأحمر مش تكات الأحمر أحمر نظيف ما بلبسش بحياتي يعني ما بتلبس شهرك لأنه مشبع هذا المقصد أنا من رحم أمي باللون الأحمر أكتر لون استقيته نفسيا جسديا روحانيا من رحم أمي هو اللون الأحمر عشت تسع أشهر برحمها أكتر لون أنا استقيته هو اللون الأحمر علشان هيك لا بقدرش أحط على جسد اللون الأحمر هذا يعنيش إن أنا بكره وإنما أنا مشبع منه زي نعطي مثال إذا أنا بوكل أكلي معينة بوكل حلو كل يوم تجزي مرحلة بقول أنا صار عندي إشباع بصير أطلع على الحلو وأتكزز منه أبعد عنه خلص أنا جسمي لا يتكبل الحلو وكأنه إذا البست هذا اللون أصوص حواد مش رح تحس بارتياح مش بارتياح رح تصير هيك حركة زايدة أو مضايقة معينة أو دقة نفس أو في أشي مش مريحني بالموضوع هذا مش بس لون أحمر أي شهر كان وهذا بنفحص على كل تسعين في المئة من البشرية رح يكون صح ما عدا شهر خمسة أسود؟ أنا من وليد شهر خمسة ما عدا شهر خمسة أسود ولا إيش؟ الأسود لأنه مش لون يلبس بغدار يتعامل معكب أسود لأنه مش لون عشان هيك حال الشاذة تبعت الموضوع عشان هيك قضية الهدوء والسكينة والرواق والفن الإصغاء العالي وكل الشغلات هاي موجودة عندنا أقول أستاذ محبا بسموح على نفسين يلبسوا الأسود لأنه هو مش لون لا يؤثر وإنما يؤثر لمسافات بعيدة زمنيا على صحتنا وأجسادنا إذا بنلبسوا إحنا يوم يوم استنتجت أنه أنا اللون الأصفر شهر سبعة شهر سبعة لأصفر لأني بلبسوش هذا اللون عن جد رب بحتي جد عم بحتي عم بحتي بتحول تقرب أو توثق أو تقول إنه صح اللي بن كلام أي بنا آدم يفحص حاله أنا خلقاني بشهر إكس أنا بلبسوش هذا اللون مش لأني بكره برتحش معي لأنه أنا مشبع فيه أنا مشبع فيه مش بحاجة زي بنا آدم عنده بجسمه يود كتير بغتلي السمك أو بوكل سمك كتير تصار عنده إشباع بجسده من السمك من اليود خلاص هاي الجمعة مش راح أوكل تا تخف هاي الكمية من اليود بالجسد وأوالأخير بوعد برجع لأنه بحب هذا النوع من الأكل برجع يوكل أبو المجد بعد إذنك يعني بدان نعم بحكو لنا في الإيربيس إنه ملان في الكنترول بشهر تماني فحبني يعرف اللون طبع الشهر تماني تماني هو اللون الأزرق طبعا أزرق الأزرق أوكي الأزرق أعطوه الهنود لهذا الشهر برواقه الأزرق هو إذا إحنا بدنا نرتاح عادة بتطلع بوجه هذول بنا آدمين كتير بترتاح هنه دائما رواق إذا بدك ترتاح تطلع بوجه دائما هو هادي دائما هو رايك بس داخله كتير عصبي وعادة هذول البنا آدمين احنا منحذر إنهن يكون عندهن ألكس أو عندهن جروح بالمعدة لأنه وعادة ممكن يسمع كلمة مش حلوة باتجاهه ويغرش يسكر مايردش فعل فش عندهم ردود فعل حادة أمام البنا آدم اللي أعطان لها عشان هيك هنه بيكونوا بيقلقوا كتير بالليل بناموش كتير لأن هن بجروا كل الأشياء اللي عاشوها بالنهار للفرشة بخلوها معاهم آه تنهان يتفجروا في يوم الأيام طب أستاذ محمد إذا بدنا شوي نروح بعيد عن الملابس بس إذا هذا الشخص بشهر معين اللي هو مشبع من لون معين دخل على مكان زي الاستوديو على سبيل المثال اللي فيه كتير لون أخضر هل فعلا كمان مش راح يحس ارتياح ممكن إنه لا لا ما في علاقة يوم إحنا منلبس شيء بدي يعيش معنا من أقل شيء 12 ساعة أنا عم بسألك السؤال لأنه مرة قرأت مقال هو مش بحث اللي كان يتحدث عن واحدة من شركات الأكل السريع اللي الألوان فيها الأصفر والأحوار فبالتالي هذا كمان نوع من الاستراتيجي أن نستو كل بسرعة ومتطلع ممكن إن ذكرناها من سنتير ونص عمليا المكدونالدز يمكن بالحدث الداخلي تاعه المصممين صمم المكدونالدز إنه لونين أحمر وأصفر بالذات هاي الألوان يستدعي الزبون والأصفر وكله أكلت بنفر سرعة نزبوط حكيه كل بسرعة روح سرعة لأنه في ناس تانيين وهذه هاي بالفطرة أنا متأكد متين في المية إنه الفطرة تاعتنا هي كمان قوة زي الإحساس والحدث الداخلي عندي الولد الصغير نعم لأنه الولد الصغير كمان إذا منيجي عليها عنده العين الثالثة مفتوحة وأنت بتسكر عفون بتسكر من سنة لخمس سنين علشان هيك إحنا الأطفال الحدث الداخلي تاعهم جدا جدا عالي ومنلاقيهم دائما بلعبوا بقيموا بحطوا مع أشياء غير موجودة هني شايفينها وإحنا مش شايفينها علشان هيك نصدقهم علشان هيك نتعامل معهم بصدق وبأمانة وبحب وبشغف نعطيهم القدرة على إنه الغير عماله بأمن لإليه علشان هيك الثقافة الحسية عند الولد الصغير أعلى بكتير من الكبير إحنا منتجير إحنا منصير إن نلعب بين اللقاط هناك لا هو شو بحس بقول واضحين صحيح وصريح نعم أنا بكره هذا الشيء وهنا كمان نصيحة كمان للأهالي هذه عن جد بدها شرح يطول في كتير أهالي اللي بيلبسوا أولادهن الأحمر أو الأصفر وهو طفولته وهو مشبع وهنا بتصير العدم التوازن عند الولد وهنا بتصير القلق بالليل ما ينامش تخيل ودريد صغير بدنا نمو على أصفر أمو ما شتير الكنباي اتخذ أصفر المخدي صفرة البرداي صفرة الولد بيقلق بالليل بنامش وأمو مش عارف ليش أخذت دول الدكتور الولد هيبر أكتف طوالي رتالين فيه ميمة أو حكاية صارت عنا من خلال اللون الأصفر اللي هو وكتير الناس اللي طلعناهن وطلعنا أولادهن من الأشياء هاي بمجرد أنه هو مرعوب بالليل خايف بالليل هذا سايكولوجي في الألوان بش من الأصفر وإنما من اللون الليلكي كتير أهالي بدهنوا اللون الليلكي بغرفة النوم بأش مرتبطة وهنا برعبهن لأن العين الثالثين فتحت مفتوحة عنده الولد وتنين اللون الليلكي مثير للعين الثالثي بحفز على إنها تشتغل علشان هيك بعطينا شو مساحة أوسع للفنتازيا مساحة أوسع للخيال مساحة أوسع للرؤة أنا بصير بتصير عندي رؤة علشان هيك الولد بكون مرعوب نغير الألوان هاي كل شي برجع محله للبالغ ممكن يندهن لون الليلكي أو يكون لون الليلكي في غرفة النوم إذا بدك تعزبه آه بس إذا بدك تعزبه إذا بدك تعزبه إدهنوا الليلكي أكي والأحمر والأصفر والبنين والبنين كمان طبعا والبنين كتير حركة يعني اليوم إحنا بننصح لبناء قدمين اللي خاصة الرجال أو الشباب أو النساء أو البنات اللي بتعرف همتهم تقيلي يعني مقلين بالحركة نتائته بالشغل يعني يا الله إسه بطبخ كمان شوي بطبخ بيجي الظهريات وإحنا مش طبخين ووالأخرية أو إسه بدرس كمان شوي بدرس كمان شوي بدرس بيجي الامتحان وبعدهم يخلص نص الكتاب هذا لبسه بني رح يشتغل شغله صح كمان ربت بيت أو أي إنسان تاني ليش؟ لأنه اللون البنه هو عمليا اللون العملية اللون الأرض واللي خلقه بشهر ثلاثة انتبهوا لهن اللي خلقه بشهر ثلاثة ما بيلبسوا بني عندهن طموح بغض النظر هاي تخطناها عندهن طموح بوقفوش بصنعة واحدة بصن بوقفوش بمحل واحد دايما عندهن أحلام ودايما عندهن حركة مستدامة بتلاقيه بنط من عشرين شغلة لعشرين شغلة بتكون هن والفن بإيديه وبتعلم من خلال إيديه حالو يعني فيه بناء أدمين بتعلموا من خلال النظر بتشوف الشغلة بحاول بحلها وبناء آدم بتعلم من خلال تفكير كيميا رياضيات فيزياء وفيه بناء أدمين بتعلموا من خلال إيديهن اللمس زي المكانيكي أكتر اتراب أكتر أرض زي المكانيكي زي مثلا عملت ورشة ألوان مع شباب صغار اللي هن بقطر مميزة مميزة مش خاصة وإنما مميزة والأولاد بجننوا ثلاث ساعات واحد عمل دائرة الألوان بقول له حبيبي أنت إسا أنا بقرأ دوائر الألوان بأخذ محل واحد من دائرة الألوان ويقع لهم الألوان بقول له أنت حبيبي كثير منيح إذا ورح تنجح منيح إذا بتتعلم مكانيكي نط بالأولاد ساحر 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 بقول له أنا أستاذ بشتغل مكانيكي لأنه واقع اللون البني بدائرة الألوان كان في محل معين ومجرد ما أنه بس إذا بفك الأشياء ممكن يفك سيارة ويركبها من خلال اللمس من خلال العلم ومن خلال تفكيرها وهذا مهم جداً لأباءنا لمدراءنا لمدرسينا للمربيين يفهموا أنه ليس كل أولاد لديهم عقل بالرياضيات ليس كل أولاد سينجحوا بالفيزياء ليس كل أولاد سينجحوا بالتاريخ ليس كل أولاد ليس شكلوا ضغط عليهم طبعاً إذا عند أنا بقدرش للرياضيات لازم أنا أكون يعني أينشتاين العرب أنا بقدر أكون ممثل منيح أنا بقدر أكون مخرج منيح أنا بقدر أكون رسام منيح أنا بقدر أكون مصفف شعر منيح أي لون أي لون شو لونك أحمر بأي شهر ستة نتذكر آه أوكي هاي مبدعين علشان هيك حتى دولا الشهر الأحمر أنا بقيس على نفسي أنا بقدرش أشتغل بمحل مسكر مكتب بقدرش وأغلب هنا هيك أغلب اللي بقيش وبشار بده يتنكل من محل لمحل أو إذا اشتغل مع ناس لازم تتغير الوجوه رايح جاي كل شي في عنده جديد متغير مش إنه بمكتب وبسكرتيري وهونا اكتفينا واشتغلنا وبقدر عمر فيه أو في مصنع أروح كل يوم عليه هذا عملياً هو بقتل حاله وهو بحس إنه عم بموت بشكل بطيء أوك وبمضف بشكل بطيء الأشهر هون بتتعاملوا معاها زي الأبراج من فترة نص يعني عادةً عشرين وواد وعشرين مش من بداية الشهر من عشرين لعشرين عفواً ولا من الواحد لتلاتين طبعاً أنا قلت من البداية هذا مش قانون أوكي وإنما أنا طبعاً هذا ما تعلمت وأنا اكتشفته لحالي قضيت حتى المعلمين اللي علموني بو كلي وصلت لمحل صح بالتفكير تعق صح وصلت لمحل صح إنه البناة ده من بخلق باللون بالبسوش يوم ما إحنا بنشوف سبعين ثمانية في المية هو مش قانون لأنه مش مية في المية لأنه في تفاوت إذا أنا بخلق بشهر واحد خمسة أو بطلتاش خمسة أو بواحد وثلاتين أو ثلاتين أو ثمان وعشرين في فرق بتفاوت أنا بكتسب من الشهر اللي قبلي بفوت على الشهر تاعي وبعطي للشهر اللي بعده وبأخذ من الشهر اللي بعده علشان هيك في تفاوت حتى بالدقيقة إذا بدنا نكون دقيقين بالدقيقة وبالساعة وبالتانية نوخ التوأم خلقه بعد خمس دكايق كل واحد ميزي صحيح صحيح بس هني ما خلقوش بنفس اللحظة تنين أمه أو أبوه أو جدته أو المحيط البيئي يتعامل معه كل واحد يتعامل معه بشكل آخر عشان هيك بتصير هذا السؤال بترحوه إيه وإذا خلقتهم بيكونوا نفس التصرفات طبعا لا باللحظة اللي بنزل من رحم أمه صار عنده أكسجين آخر أكل آخر تعامل آخر لمسة أخرى من أمه من أبوه من جدته فأنه كله بأكتر بصير يبني شخصيته من خلال هذه الأشياء اللي عم بيستقيها من المحيط البيئي اللي بعيش فيه يمكن تاخته أريح الغطاء تاعه أريح هاته تغطى بشي غامق خطيش مفاتح الأكل اللي شمت الهواء الألعاب اللي أخدها كل هاي بتصير تأثر في تصميم وفي شحذ وصقل شخصيته لهذا البنقادم عشان هيك حتى التوم لا يمكن ما نستغربش أن يكونوا في عوالم أخرى معلمته بتحب هذا بتحبش أداقة بترغب هذا ترغبش أداقة بتشد نعارف بتتعامل مع هذا بلطف هذا بشوي بحزم أمه نفس الشي يعني حتى بالطريقة اللي بتطعمي فيها مش راح تطعمي التنين بطريقة واحدة مش راح تتعامل بالتنين بطريقة واحدة وعاكل واحد قيام تهدد تبني أدم بتصير شخصيته تختلف عن التاني نحكي على قضية التوازن ذكرت أنه هو مشبع بهذا اللون فأنه لازم أبعده على سبيل المثال إذا مشبع من اللون بناش نحكي الأسود لأنك ذكرت مش لون الأحمر مشبع ومشبع من اللون الأحمر هل في نقيد لللون للون معين كيف مع الأس الأبيض والأسود يعني في عنا مش قضية نقيد عشان تخلق التوازن حتى نقدر نعرف إيش الألوان الملائمة لهذا البن أدم نجد نعمل دائرة الألوان بسموها دائرة الألوان الهندية دائرة الألوان الهندية بنعملها بطبعا في هناك محادثة أولى بينه وبين الشخص الآخر مع ألوان لازم يكون الألوان نظيفة ورقة نظيفة هناك معطيات معينة يبدأ يرسمها معهم الصيعة أو أكثر بالأخير أنا أقرأ ما هو رسم تحليل شخصيته تحليل بسيخولوجي من خلال الدائرة اللي هو رسمها واحد على واحد كثير يكون صحيح هناك ساعتها منعرف إيش الألوان اللي ندفعه يلبسها حتى يغضر هناك بنا أدمين يصلوا إلى باب مسكر يستطيعون يفتحه وبعيشوا في بوتقة وبعيشوا في الشرنقة طول عمر يخرجوا من هذه الشرنقة أو من هذه الغرفة بعد ما يعمل دائرة الألوان هناك إمكانية تعطيه دفعة من خلال اللون أنه البس هذا ستندفع وانطلق باتجاه آخر هذا مهم جدا أنه نتعامل مع دائرة الألوان بشكلها طبعا اللي بيجي عندك لازم يكون مآمن فيك أول إشي أنك أنت جاي متربص لي من من الأساس أنه جاي امتحن ببين زي ممثل على المسرح عشرة قاعدين بالكاعة بس متربصوا له إذا الدركام ولا ما الدركام مش ولا ما رمشه وهنا ناسين أنه يمثلوا بعضيهن إشي جميل توقعات توقعات رايح أحضر فيلم لا تشارلي شابلين بس الفيلم ليش لا تشارلي شابلين فيه غريلة إفس فشي عندنا تفكير أنا ما شفت تشارلي شابلين مع أنه كل الفيلم قعد ساعة ونص بتوقع أنه تطلع غريلة بس مش طرع غريلة علشان هيك حتى إذا بدنا نحضر فيلم أو مصرحية دون توقعات حتى يكون عندنا عقل صافي موخ صافي إحساس صافي ما علي بصير قدامنا علشان هيك تقدر تجي عندي مغير توقعات أو تآمن بالله أنا بكل خياته أو تآمن أن تأثير الألوان عليك تكون صح سعيت أهلا وسهلا ورح أنت تستفيد حالو حالو طب يعني أساس محمد أكبر الألوان كوسيلة علاجية عن جد عم توقع تحييزها يعني ذكرت هيك موضوع التوقعات ولكن أكبر عم يكون فيه توجهات كم الناس أريد أن أقول وعي كم لدي علم أن الألوان ممكن لهاي الدرجة تأثر على حياتنا هني بعرفو بس بعرفوش من مين مأثر على مين هني عايشين مع الوان زي ما كنا في كتير الناس توجهولي إنه ابني مفيق مرعوب يعني أنا بعطي حادثة معي من منطقة معينة أم ابنها 13-14 سنة بتكلي دايما عصبة بنمش قلقان انطوائي بديش يروح مع أولاد صفو حتى الرحلة بديش يروحها بياتي خايف أقول لها طيب كيف اللون الليلة كيف من الغرفتاته قال أستاذ أنت كنت عندنا قلت لها أنا بعرفك قال لا قلت لها فعلا في غرفة الولد لون الليلة قلت لها ماذا لكي قلت لها معلمتي هاي الشغلة فيش أهوم منها غير اللون وكل شي رح يرجع محله وفعلا بعد جمعة شكرا عن جد يعني احنا ما خلناش بسيخولوجية ما خلناش بناء أدمين ما خلناش دكاترة ولا واحد غدر على الموضوع هذا والشغلة بسيطة أنه نزيح لون من غرفة اللون رجع الولد ماما حضر لي الشنطة أنا رايح مع أولاد صفة على الرحلة احنا سألناك من المقابل اللي فاتت أو حتى الأولى وجب علينا كمان ننوه كمان مرة علاقة الفن أو العلم اللي عم تتحدث عنه هل هو موازي تماما للفنكشوي ولا لا ما أظناش مش مش باهوش بعض حسب رأيك لا يعني خلينا ناخد كل شيء ممكن تكون هناك ملامسة من بعيد وإنما هاي محل وهذا محل بس كمان نقدر نستعمل الألوان على سبيل المثال منك مصرحة وإحنا مصرحيين كمان في المصرح يعني بتقدر تعطي إطار لمصرحية من خلال الألوان أنا بذكر مصرحية حضرتها لهملة استعملوا اللونين أسود وأحمر بس للأسف كتير جميل الأسور الأحمر مع هاملة أفاهم أنا كفزني هذا الكنسب كفزني وعبكري هذا المخرج بس بدي عن جد أعرف إذا هذا المخرج كان عارف إيش عم بسوي بقول له إنت استعملت أحمر وأصفر أحمر وأسود ليش؟ قال لي هيك بقول له يعني مش بالكنسب تاعك بقول له بس بتعرف إنه عصب مصرحية هاملة هي أحمر وأسود قال كيف؟ قلت له أول إشي الأسود هو التأمل عند هاملة مع الطيف عم نحكي التأمل، التفكير، الهدوء، الإصغاء والأحمر الإيمان تاعه القاطع إنه بده يكتشف مين قتل أبوه والتنين واللونين هيك أنا بحاجة للأسود للتأمل، للهدوء، للإصغاء، وأنا بحاجة للأحمر للإيمان القاطع إنه أنا لح أعرف مين قتل أبوي وكانت جدا جميلة إذا هذه الثقافة الحسية أو الثقافة اللونية إذا تكون عند جمهورنا أو تكون عند الناس كداش ممكن يرفع من مستوى المتلقعنا؟ كداش ممكن يرفع من حساسيتنا لبعض؟ كداش ممكن يرفع من مستوى شعبنا في تقبل الآخر؟ كداش ممكن يرفع من حساسيتنا؟ لأنه إذا أنا مستوعب اللون، ليش مستوعبش دريد؟ ليش مستوعبش أي إنسان آخر يختلف عني لوناً؟ يختلف عني شكلاً؟ يختلف عني فكراً؟ يختلف عني بتوجه سياسي؟ ليه لا؟ كل شيء برفع فيش شيء بهدم بالحياة إذا استعملناه صح علشان هيك أي شغلة ممكن نأخذها بعالمنا وهادي أنا أخذتها من معلمة رسيلة على متى تمثيل قالت لمحمد أنت فيك إشي مجنون فيك إشي حلو بس أنا بطلب منك شغلة واحدة وإنتي ماشي بالشارع إذا شفت كصاصة ورق شدتك ارفعها وكراها شو الهدف مننا هاي الجملة الهدف مننا إن حتى لو شو مكان عندك بلا الثقافة العقلية وبلا الثقافة العقلية الاتصالية وبلا الثقافة الحسية إحنا مش أو إحنا بناء أدمين منقصين كيف ممكن العالم يتواصل معك فيسبوك ببيج معين للي حابق بيعرف ممكن على الفيس ممكن على التلفون ممكن بأي للعالم أسهل هن على على البيج بأسمك بيكون إيش بإيش مكتوب بالظبط عشان يقدر بالإنجليزي محمد منادري منادري لكو دوره عليه أمر بكير مهم بتأمل إنه يكون التوجهات وأي مساعدة لأي إنسان إحنا جاهزين روح معنا حوالي 30 ل40 ثاني تحكي لنا عن أعمالك الجديدة ومتى رح تكون مسرح الخيال 2009 سجلت كجمعية آخر أعمالنا كان الحصان الخشبة إخراج منير بكري تأليف إيهاب سلامة مسرحية راقية اجتماعيا تحكي عن زوج صغار بالعمر بشقوا حياتهم مسرحية رح نعرضها عرضناها احتفالية بالناصلة بس للأسف الشديد جمهور 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 مستوى لكم الجمهور مسرحيتنا جديدة مونو دراما نور اسم فؤاب عوض سينوغرافيا إخراج وتوظيف نص دراما تأليف سعاد زعبة وتمثيل سعاد زعبة غصوب سرحان عارفين إيش بعمل بالتصميم معين دانيال نشر المطول الموضوع الموسيقى طبعا عنا عروض متتالية احتفالية ثلاث احتفاليات وينت رح يكونوا وينت 17 شهر 18 شهر 19 شهر على الساعة 7 بمركز محمود درويش من 17 ل 19 2 على الساعة 7 محمود درويش ايوه والجنون الأكبر إنه الدعوة مقابلها كمان كرتب بلاش كمان الدعوة مقابلها كرتب 30 شكل يعني الجوز 30 شكل وهذا الجنون مش لأنه إحنا لسه المحلاء بدنا نرخص المسرح وإنما بدنا جمهور مسرح ويظلوا جمهور دائم جمهور مسرح مش عشان مسرح هو أركى فنون الموجودة بهاي الفترة الفنان محمد منادري شكرا لإلك شكرا لإحضورك يسعد صباح وهيك من عالم الألوان وتأثير على نفسية وجسد الإنسان رح ننتقل إلى فقرة عين الكومرة ونتابع مشاهد جميلة تحديد كتير اللون المفضل مش لون حالي يمكن بنروح على البيعني ونشوف مشاهد جميلة من بلدة البيعني وألف تحية لكل مشاهدين من البيعني إنوا تعبقوا شكرا للمشاهدين من البيعني 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 المترجم للقناة 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 طبعا حسب احتواءنا او عدم احتواءنا عدم احتواءنا للخوف هذا طب ايمان يعني ابرز مخاوف الاطفال يمكن بتكون هيكا امور صغيرة بالنسبة لنا ممكن يخاف من حشرة من حيوان من العتمة المساس عندها انت شفامي فوبيا اه فوبيا بدرجات قسوة من البساس القطط لا دائما لما نتقب تبالشي تحلي اللي فأكد تبالشي تحلي الأمور هاي بعض الهورة احنا كيف فيها بتكون يمكن أمور هيكا زي ما قلنا صغيرة بالنسبة لنا احنا ككبار عن جد منفهمش من وين جاي هذا الخوف بس هيكا اعطينا نبط صغيرة كيف ممكن نتعامل كيف ممكن الام او الابو او المعلمي او المربية يهدق من روع الطفل لحتى ما تتفاقم هاي المخاوف وتصير مخاوف اكبر وتستمر لجيل كبير نحكي شوي عن ليش منخاف ولا ضغر ننتقل لها طعن اشوف ليش منخاف او ليش الطفل بخاف ليش في خوف احكيت عن جيل سبع ثمان عشر أشهر الجيل الثاني هو أربع سنوات أربع سنوات ثلاثة وأربع سنوات جيل الروضة نبالش ننتبه ان الطفل بقول بديش انام لحالي تعناموا حدي بخاف من الصرصور بخاف من الغول بخاف من العفريت وا 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 الاشي اللي حكتيها اللي بالنس بيقلنا يعني منضو الضو طيب فش اشين من اش خائف هاد المرحلة الثانية الخوف أسباب وأنواع بدي أخلطين كلين مع بعض عشان يكونوا ملخصات ومفهومات ممكن الخوف يكون من حدث صار معناه غالبا من الحيوان من حدث غالبا بيكون او خرمشة نبسة او عضني كلام او اي شي سوا حيوان حدث او صدمة هاد السبب الاول سبب الثاني حكوي تقليد لحد كبير مثلا بتكون في ام بعرفها عندها ولاد اول ما تفوت بس دوغري هيك بتهاوي يعني ردة فعلها مرعبة بتقول الخوف لا الاطفال بقبلوش يقربوا على الحيوان وين منعوجه عمر سنتين بقبلوش خلص بالنسبة لي نصير فيه حاجز لأنه أمي هالكبيرة اللي أنا الرول موديل تبعي بتخاف إذا لنا لازم أخاف زي كيف السكينة عندنا أواك 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 السكينة مفهوم ليش يعني الحيوان كمان مفهوم ليش لإلها بس لغيرها لا هذا السبب الثاني السبب الثالث سرع البقاء زمان كان في الطفل كان في أطفال يطلعوا مع الأهل تعالوا على الغابة حيوانات مفترسة عتمة من بالأبحاث عن الخوف اللي هي راح تعمل الكلمة بعربية تاريخ التاريخ البشرية تعال نقول بحثوا ليش إحنا منخاف من العتمة فالأطفال اللي ما تطلعوا مع أهلهم هن اللي بقيوا هاد لكب تاكلوا ماتوا ارتعبوا تعال نقول فإحنا من نائحنا كل ياتنا منخاف من العتمة منخاف من الغول مع أنه إحنا مش عايشين بعتمة فيه كهرباء وفيه ضو بس ما هيك منخاف من العتمة فصراع البقاء فيه كمان أسباب تانية وفيه طبعا كتير أنواع للخوف منخاف من أشياء محسوسة أشياء غير محسوسة هن هدولة بكبير وكمان بتجزأوا لكتير أجزاء تانية مفصل كتير رح يكمل بكل تأكيد رح نشوف كيف ممكن القصة أنه تساهم بمعالجة الخوف تحديدا لدى الأطفال معنا هاتفيا رح يق دقة مستشارة تربوية ومعالجة نفسية وكاتبة قصص أطفال صباح الخير صباح الخير أهلا فيكي طيب كيف ممكن أنه تساهم القصة في علاج مخاوف أو حالات خوف عند الأطفال وهل فعلا أنه ممكن نقدر أنه نطلع من هيك حالات عن طريق قصة بس بحب أترك لسؤال أنت سألته بالنسبة لشرعية الخوف عند الأطفال الخوف هو فعليا ما بدنا نمنع الخوف لأن الخوف هو بيخدم البشر كمان بيخدم الأطفال كيف ذكرت إيمان هو كما صدر له هو إجرى ليخدم البقاء البشري فعمليا الخوف هو إيش إحنا بدنا إياه وما مننا نتخلص منه السؤال إيش هو مستوى السؤال على أي مهام بيأثر على أي أداءات يومية ممكن يأثر وأي نوع من أنواع المعاناة ممكن يخلق للطفل أو لأهله هنا بتخيل بتفوت كل قضية الرقابة من البالغين أو حتى الرقابة الشخصية حسب نسمة الوعي عند الطفل نفسه ممكن الوعي ممكن فيه فيه هون عدة عوامل الآن الخوف هو كمان بشكل مرحلة تطورية يعني كيف ذكرت أنه من عمر الشهور بيبلش بلش الخوف ببلش علامات الخوف فإذا هو بميز مرحلة تطورية لإحنا بدنا إياها ما بدنا نستغني عنها ما بدنا الطفل يوصل لمرحلة أنه ما يميز أهله عن الغريب ويقدر يتقبل كمان الغريب زي ما بتقبل أهله هو بيخدمه هذا الخوف بس مهم إحنا نميز بين القلق بين الخوف البسيط وبين الخوف اللي هو ممكن يتبهد المعاناة اللي ممكن تكون شديد وبتأثر على الأداء اليومي وهنا بحاجة لتدخل علاجي بالنسبة لسؤالك اللي هو أكثر محدد بالعلاج عن طريق القصة مهم التدخل العلاجي في عدة مذاهب وتوجهات علاجية إلا أنه استخدام القصة هو استخدام جدا ناجع من قبل الأهل أو حتى من قبل المعالجين أو حتى من قبل المدارس والروضات كمربيين وكمعلمين للهدف اللي هو توعية تسمية وهلأ بشرح عنهم أكثر بالتفصيل إذا بتحب نعم رحيق مهم جدا نطرح على حضرتك هذا السؤال يعني القصة كوسيلة علاجية ممكن تستخدم في الغرف العلاجية يعني بدورك أيضا كمعالج نفسي ولكن في القبعة الأخرى أيضا ككاتبة قصص أطفال ومطلعة على أدب الأطفال إذا نتحدث عن القصة كوسيلة ترفهية اللي أولياء الأمور بيستخدموها قديش مهم أو يعني شو هي الطريقة الصحيحة أن ينطقوا القصة مع الأخذ بعين الاعتبار أنه المفردات والمضمون وحتى الشخصيات ووصفها في إطار هذه القصة ممكن يكون له وقع وتأثير مختلف كليا على الطفل من البالغ طبعا بالطبع يعني إحنا بنحكي عن أهمية القصة فأكيد أهميتها بتتطرق لعدة محلات والمرحلة الأولى هي عمليا كيف أنا بختار القصة أو لأي هدف نفس القصة ممكن أختارها لها هدف تأثيري نفس القصة ممكن أختارها لهدف علاجي لهدف تعليمي لهدف تعليم سلوك معين أو تفسير مشاعر معينة أو إعطاء مجال للتعبير عمليا إذا ما نترك لموضوع الخوف نحن نطلع على كذا عامل الموجود في قراءة القصة اللي ممكن يساهم للتعامل مع الخوف أول إعطاء شرعية لأن الخوف موجود أن الطفل عمليا بيشوف كمان طفل تاني أو كمان شخصية تانية موجودة في القصة اللي بتحس نفس هذا الإحساس شغلة تانية أني أنا بعطي القدرة على أنه يقدر يعطي تسمية للمشاعر اللي هو بحسها كثير مرات الأطفال بحاجة لتجسير كلامي على أساس يقدروا يعبروا عن المشاعر الموجودة عندهم اللي هي مش بالضرورة موجودة باللكسيكم الموجودة بالقاموس اللغوي تايهن فعشان هيك منخلها للقصة وبيقدر يتعرف كمان على المشاعر كمان بيقدر يسميها وهيكا بنخلق قنال التواصل الناجع أكتر بين الطفل وأهله أو الطفل والمعلم أو الطفل والمعالج رحيط عفوا نسألك كمان يعني ممكن تكون القصة سبب لكشف أو إنكشاف الكلمة الأدق الطفل المخاوف ممكن يكون بين أقواس كتير بين أقواس بريء وأبيض وفجأة إحنا كشفنا على القصة إنه هيك إحنا عم نكشفه على خوف اللي ما بدنا إياه بدنا أو ما بدنا رأيك بالعكس هي عمليا إحنا منوسع المجالات التعرف كمان على المشاعر والتعرف على حالات اجتماعية مختلفة من خلال الكتاب إذا الطفل ما جرب أو ما طلع صابقا على حالة معينة الممكن يتصابد الخوف هو من خلال الكتاب يتطلع عليها بيعرف إيش طريقة التعامل كمان مرة بيكون عنده وعي كافي إنه يعرف إمتى هي بتكون موجودة كيف طريقة إيش هن القدرات اللي بحاجل إلها على أساس التغلب وكمان بيستحقنا للنقاش والحوار مع الأهل ممكن هنا منقارن مع البالك إذا أنا بطلع على موضوع معين بيصير الخوف عند شخص آخر هو بس بيزيد للمعرفة تعيتي وبيزيد لقدرتي على التحليل مش بضرورة أنه يسبب لإله الخوف المجدد نعم نشكر تواجدك هاتفيا معنا رحيق دقة مستشارة تربوية ومعالج نفسي وكاتبة قصص أطفال كنت معنا عبر الهاتف شكرا على كل النصايح وبتأمل أن الناس كمان تتواصل مع الفكر اللي عم تطرحي معالجة مخاوف الأطفال تحديدا عن طريق القصص ونرجع على استوديو شكرا رحيق أكيد باقي كمان نسأل إيماني عن موضوع القصص واستخدامها كأداة يمكن هيك للتخفيف من روع مخاوف الطفل قديش فعلا في هاي الصيرورة هيك بتتوقفوا عند هاي المرحلة وبتستخدموا القصة وكيف يكون تأثيرها على الطفل صحيح يعني الأسئلة اللي سألتوها جدا بمحلها وكان عندي كمان حوار داخلي إسا في يعني كنت عم بجاوب عليهم طيب يعني أنا شوي بختلف مع رحيك بأي واحدة؟ باختيار القصة أنا جاي بقصة يعني عشان عجيب أعطي المثال لشو كنت بستعمل مع طفل خايف وشو ما كنتش بستعمل حيلا بإيش نبدأ؟ شو بستعمل؟ شو منستعمل؟ شو منستعمل عندما أشعره بالخوف قسمها هاي القصة هي سلسلة عندما أشعر في كتير مشاعر بتخلي الطفل يشوف كيف شو بيصير فيه لما بشعر بالخوف هذا بعطي شرعية عندما أشعره بالخوف يمكنني أن أسمع دقات قلبي وياكاد يكفز خارج صدري وكمان برتجف هات نلف شوي الكتاب عشان المشاهدين يشوفوا شكرا برتجف هنا بيحكوا ومن إيش بخاف بخاف من العناكب بخاف مرات منه هاي من الغول تلاعي إيمان حبيت كمان أن نربطوا الشعور بالخوف اللي هو إحساس بالتغييرات الفيزيولوجية اللي بتصير أنه قلبي قاد يقفز وأرجف شعور نتيجته حالي كثير عميقة شعور نتيجته حالي فالحالي أنه فيزيولوجية هون شايفين الغول وهون شايفين أنه هو رزمة كتب واسعة فمهم كان للطفل شوف أنه لما بده يضعو مخاوفة بتروح طبعا هي بتروحش هي إلها محال إنعرف سبب بطل العجب مصدرها بالضبط هالكصة نستعملها أنا جداً بحبها لأنه بتعطي شرعية لمخاوف الطفل في النهاية بتهنهي بشكل كتير فكاهي في بعض الأحيان يطيب لي أن أرتدي ملابس مخيفة وأنه أخيفة غيري مش بهالكلمات بس هلو وكأنه كمان هيك وظفوا الخوف لا شيء لكم يكون مضحك أو لا اللعب نحن نحن نحكي عن السيكو دراما فالسيكو دراما هي تمثيل ولعب هالكصة أثناء في ليلة مظلمة كمان هي سلسلة جود كتير بحبها هالكصة بالذات بدنا نكونك جداً جداً حذرين لما نستعملها بتحكي عن جود وأختها بحضروا فيلم رعب فيلم رعب بشه المفروض يكون أصلاً معروف لجيل الروضة تعني بدأ من هون هون أنا رح أفتح المجال أنه يسألوا شو يعني في المرعب مش مظبوطة هذا الجيل أكبر شوي ليش؟ لأن المخاوف المفروض تتلاشى بجيل ست سنوات فبعد عندي مجال بخمس سنين وست سنين أقرأها ما أستعجلش وأقرأها لما هي بتحكي عن أشياء مخيفة البناتي كتير خايفات يعني بأي جيل المفروض؟ خمسة ستة قبل هيك ممنون أوكي يعني مش قبل خمس سنين أنه هيك الكصص هيك الكصص أستاذة لكل كتاب أو إصداره فعلا يعني معدل لفيقى عمرية لا بالضبط في إحنا عن نهاية الثقافة اللي على الكتب بيكون مكتوب 8 زائد 6 زائد 3 زائد لا بس في مبادرة كتير حلوة الفيسبوك اسمها كتب وثقافة للأطفال إذا مش غلطاني في اسم المجموعة والصبيل اللي عاملتها يعني كتير بتسأل بتجاوب على أسئلة أي جيل ملائمات القصص وأجوبتها جدا دقيقة فمثل هاي الصور مش منيح نستعملها لجيل صغير صحيح من جيل خمسة وفوق بتكون جدا مناسبة ملائمة وممكن توصل رسالة ومضمون مباشرة بالضبط بشدد على اللي قالتو رحيق أنه أول شي نعرف سبب الخوف نعرف نوع الخوف ألداش بأثر على الطفل يعني فيه طفل اللي هو لما بيشوف الكلب بتلقوه صار مثل الحجار مثل التمثال وفيه طفل اللي بيمسك إيد أمه يعني فيه فرق في ردة الفعل وكل ردة فعل بتعني أمر آخر قديش الخوف مسيطر متشرش مسيطر وقديش حجمه من أول التوصيات لما بنسمع أنه طفل بخاف نسأله من إيش إنه إحنا سرعة بإنه إحنا نعطي الجواب قبل ما نسأل هو بقول ديش أمام الحالي دغني إحنا بخاف من العتمي يمكن لأ بخاف من الوحدة فرق كبير جدا بين الخوف من العتمي والخوف من الوحدة إيمان كمان بدي أسمع تعليقك يمكن برجعنا شوي لقصة الشرعية إنما أول رد فعل ممكن يكون من بعض الأهالي فاش إشي بخوف بالزمط أنا بخاف من العتمي فاش إشي بخوف ومش بحسنا نفوت ندو الضاو فاش إجي بخوف وإنت صورتي كبيرة وبنفعش هيك وشوف أخوك الصغير كمان لك بار عندنا مخاوف نحن نتوقف عن داية النقطة لا بس اللي عم تحكيها فهي كثير مهم نأخذ جواب عليه آه طبعا هذا اللي أنا أصلا عشان يعني هاي رسالتي اليوم أه أول إشي نأخذ نفس قبل ما نجاوب بلاشت الجواب يكون تلقائي ونقول للطفل شعورك أنا فاهمي عليك أنا فاهمي عليك أقل ما فيها يعني فاهم ليش أنت خايف بتاع نشوف ليش ونحلل هاي القسم الأول إحنا دغني انتقلنا للنهاية فأنا يعني رح أنتقل هون اللي أخذ القسم الأول القسم الثاني أنا والماما والبابا وإخواته كل ياتنا ضد الخوف فلما بصير هذا التوازن أكيد هاي الكف رحتالها وكثير أطفال لما بلاقوا أنه في جيش معهن ضد الخوف الخوف عندهم بصغار وبيصير يقدر يسيطروا عليه هذا شرحنا كبلغين المفروض يكون حرفيا هيك بالظبط لازم هيك نعمل بالظبط هيك يعني إحنا مش من زمان مريم أربع سنين ونص تخاف من الأحلام وهذا موضوع كمان آخر غير محسوس مش بس الغول كمان لما أنا نايم لما أنا نايمة بأحلم بأشياء فهو خلط الواقع بالتلفزيون وفي القصاص وفي هاي الشخصيات بيخلق عنا أحلام كوابيص وإيش بيساوي الطفال بغدرش يسيطر عليهم فعشان هيك أكمل كم بلقدام عندي أدال يوم كتير مغنوشي هي تعمل هذا رشاش ريحة حلوة وممكن نحط فيه بصمي إذا الأولاد أصغر كيف بدهن الأهل هذا ممكن نستعمل كأدتين الأولى طارد الكوابيس أو الغول أو العنقابوت أو أي شيء بطرود الثاني اللي أنا عاملته بجيب بجيب الأحلام الحلوة قبل ما تنام مريم كل يوم إحنا منرش للسكرة ومنقول يا أحلام يا حلوة تعال يا أحلام مريم ليش كتير بسيط خلال أسبوع مريم فهمت إنه إحنا كل اللياتنا ضد الخوف فالخوف زغر وزغر ما بقولش إنه بطل موجود بس زغر عرفنا أنه بتخاف من جوحة اللي شافته في طيور الجنة للأسف لأنه بعرف شو كان شخصية غال لأي درجة إيمان بتشكل الأدى وأي أدى تلوت للطفل شو بتشكل بتشكل إنه يكون عملية تلوت يكون فيه تعلق بين الشيء والطفل والأبيكت حسب إيش بنعتبر أي واحد الجسم نعم هذا واحد من الأدوات يعني فيه كمان أداءة مثلا نعملناها مهم جدا إنه ما يكونش بس أداءة وحدة وكأنه هذا المخلص هذا مش المخلص هذا واحد من الأشياء اللي إحنا جبناها ونستعملها فيه كمان فكرة تانية إنه نجيب جريدة أو مجلة إن أصئس هي تأصئس الصور اللي بتحبها حشان نسألتها شو حاب تشوفي بأحلامك فحطت ورد ونسيت أجيبها وقلقناها على الحيط فإشياء جدا بسيطة بتعطي الطفل بالإحساس بالأمان وهل ممكن يتعلق فيها حسب الأهل يعني إذا الأهل بالنسبة لهم راحت عند ستها تبعت لازم تأخذوا معها أه أكيد رح يتعلق كيف منه هذا بدونه أنا ممكن نبعش أشرفيه وما بدنا نفتح كمان مشكلة بالضبط فهو التعامل لازم يكون أخذوا عطاب توازن شوي شوي بالتدريج مش فجأة نجيب كل الأدوات نحطهم بالغرفة لا كل يومين ثلاثة زاد الخوف بروح لفكرة والأفكار كتير بسيطة وممكن أي إشي نسوي بالفنون ينعكس حلو كلامتك الأخيرة للمشاهدين نسمعها منك كتير 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 مهم إنه نعطي شرعيه للطفل كمان إحنا منخاف وكمان إحنا قالوا لنا بجيب لك العاو وبجيب لك في أشياء كتير صعبة أبو ده المسلوخة صح 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 أه 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 وبزبتك عند الحياة كتير كتير بسمع أشياء هاي الجمال بترعب التخل هو أصلا نحلك ضحكتين أصلا تلاحكت على المسلوخة أبو إجر مسلوخة أبو إجر مسلوخة أبو إجر مسلوخة نعم الأطفال بحاجة إلنا جدا إذا إحنا ما كنا جانبهن تظلع ضيب إذا إحنا ما كنا ما ساعدناهن مش رح يعرفوا يمرقوا المرحلة وفي مهم لإليه جدا أول آخر جملة إنه دورنا في التربية هو إنه نمرق الطفل من الضفة الأولى للضفة الثانية في أقل ضرار ممكنة فعلى الأقل منعترف بمشاعره بلاش نكون نعرف نعمل أدوات ولا نقرأ القصص بس ما نقولش أنت كبير فيش بخوفتها لهم أخي سيد ساكو دراما إيمان ريناوي صباح لك فل وغير صباح شكرا لك شكرا لك شكرا لك بادلوا الحديث نتابع هذا التقرير مرحبا اليوم هو يوم مختلف ومميز لأننا نحن طلاب مدرسة الزهراء بالتعاون مع قناة مساواة نحضر للقاء مع أحد الشخصيات البارزة وهو البروفيسور لطفي منصور حيث ترك بصمة لا تعود في مجال التعليم الاجتماعي في بلد الحبيبة الطيرة سهلا سهلا موسيقى أهلا وسهلا بكم وبمعلمتيكم وبمدرستكم وبكل الجيل الناهض أهلا وسهلا لو سمحت حدثنا عن نفسك قليلا وماذا تقول لنا الله أكبر على هذا السؤال الجميل أنا اسمي لطفي أحمود منصور سنوات طويلة يعني هاشتوه دهرا كبيرا أنا من الطيرة وكل همي كان أن أتعلم وأن أدرس وأصل إلى أعلى الدرجات وبفضل زوجتي التي حققت لي الهدوء والجو المناسب وصلت إلى أعلى الدرجات العلمية في إسرائيل أنا الآن بروفيسور ولكن ليس فقط بروفيسور بروفيسور أماريتوس يعني البروفيسور الأعلى ومن الذي أعطاني هذا اللقب الذي أعطاني هذا اللقب أعلى هيئة جامعية أكاديمية في إسرائيل وهي تسمى بمجلس التعليم العالي أستاذ لطفي حدثنا عن أهم الإنجازات التي حققتها على السعيد التعليمي والاجتماعي أولاً وصولي إلى أعلى مرتبة في إعداد المعلمين كنت مديراً لكلية بيت بيرل سنوات طويلة وأعلمت أيضاً قبلها في دار المعلمين كانت عندنا الثانية إعداد المعلمين عندي هو أحسن أحسن شيء ولكن الذي فاقه الشيء هو مؤلفاتي عشرات الكتب التي ألفتها والتي معظمها تطبع في خارج البلاد يعني مؤلفاتي ودراساتي وإعداد المعلمين هذا إنجاز الأعلى أستاذ لطفي كونك من الجيل الذهبي هل هناك اختلاف بين الماضي والحاضر من الناحية التعليمية؟ نعم هناك اختلاف كبير بين التربية القديمة والتربية الحديثة التربية القديمة كانت تضع المادة الدراسية في المركز وتضع المعلم أيضاً في المركز أما التربية الحديثة تضع الطالب في المركز أنتم المركز طبعاً وعلى المعلم أن يلائم ما بين المادة الدراسية والطالب قدرات الطالب أن أتعلم في أيام الانتداب كان الجهنم يعني الذي لم يحفظ درساً كان يعني يضرب بالعصى الفلكة وعلى اليدين أما اليوم هذا كله انتهى لأنه خلط خطأ لازم المعلم إلى من مادة دراسية لعقلية الطلاب هذا الموضوع هذا الشيء ركزت عليه أنا ما كنت أعلم وأدرس قبل ما أصبح مديراً في مدرسة الزهراء التربية الحديثة هي الأحسن وهي الأحسن وهي الإنجاز أستاذنا لطفي نرى مكتبة عاركة أنه غنية في بيتك حدثنا كيف جمعتها هذا الكامل من الكتب القيمة وماذا تنزحنا؟ أحسن أنت في هذا السؤال الكتاب بالنسبة للدارس المثقاب كالسلاح للجندي هل الجندي يستطيع أن يحارب بدون سلاح؟ لا يستطيع وكذلك الأستاذ أو الطالب الباحث هو بحاجة للكتاب والذي لا يتعلم لا يجد يعني يتعم في حياته لا يجد العيشة الجميلة ولا يذك حلاوة الحياة فإيش؟ أن الشعار ما يجب أن يكون العلم والتعليم والشيء الثالث وهو الإيمان من أول يوم بعد أن أنهيت المدرسة الثانوية وضعت بنصب عيني أمامي كيف أنشو مكتبة كاملة وشاملة لا أحتاج إلى السفر إلى الجامعات في بلادنا أو إلى الكليات لأكتب بحثا وأخذت وأكتري هذه الكتب واحدا بعض الآخر مكتبتي أنا هي مكتبة خاصة ليست مكتبة عامة يعني هي كلها تصم في موضوع تخصصي وهو اللغة العربية والحضارة الإسلامية وعلم التربية هذا تخصصي ولكن هذه المكتبة فمعتهم من المحلات اللي هي أم الكتب تسافر للقاهرة أكثر من عشرين سنة كلمة أخيرة تريد أن تعجيها للجيل الجديد من أبناء مجتمعك ولنا كطلاب نصيحتي لكم هي أن تقرؤوا تجعل الكراءة عادة راسخة فيكم مثلما تكون في الصباح وتناول فطورك وبعد ذلك تلبس مرابسك المدرسية كذلك يجب أن تكون الكراءة عندكم عادة عادة لازمة تخصصوا لها من وقتكم كل يوم ليس ساعة أو ساعتين على الأكل ثلاث ساعة كل يوم كل يوم إذا قرأتم استفدتم القارئ له سخصية نامية متطورة فأنصحكم بالكراهة واكتناء الكتب وليس تضعوا الكتب في زينة لا يجب أن تستعملوا الكتب للكراءة هذا سبب نبني كما كنا صرح آلي مدمات وقم مدمات حجر فق حجر سنصيح به الكراءة الكراءة معناها الفهم مش الكراءة معناها ترجمة الحروف لأصوات الفهم أن تكرأ وتفهم ثم تتعود على الكتابة هذه نصيحة لكم كان مددنا أن يطول اللقاء لكن الوقت لم يسعفنا إلا في الشيء الضائع سليمت وعفيت لنا في بلدتي نطيرة أعزك الله وحفظك لأبناء بلدتك وشكرا لقناة مساوات على دي الفرصة الشيكة لمدرستنا الزهراء فقرة جدا جميلة وهادفة وطبعا يعني ألف تحية لكل الطلاب اللي شاركوا هذا الحوار وألف تحية لبروفيسور لطفي منصور اللي لبى دعوتنا في إطار هاي الفقرة نعم مبروك ما أجاكو يا عمي يبارك فيك على فيسبوك قسنا نعرف الأخبار أيها رؤية صدمتك حساتك أهبطوا مدون فيديو ومدير حملات تسويقية في مواقع التواصل الاجتماعي ورح نسمع منك آخر أخبار التكنولوجيا والعالم وألف مبروك يا عمي صباح الخير صباح الفقر ومع أجاكو نحن نحتفل بهذا اليوم عن جد بدا مبارك نقدرش ننكر أنه إحنا مش أنت إحنا مدمنين أنتوا مدمنين آه طبعا أنا يعني المشاهدين ما بعرفوا بس للي بعرف أنا بس من أسبوعين صار عندي إنستغرام للضرورة للضرورة يعني أنت نقنق أكتر من لازم بالآخر أقنعتو يعني أقنعتو لتريد أقنعتو الحياتي يعني وإنت صاله وإنت الإنستا صاله طالع في 8 سنين 7 سنين ونص يمكن هيك شيء أنا بس من جمعتين أعملت إنستغرام نقدر مع عفاف وليلة أنا عليك عفاف وليلة أنت ومصطفى الأشخاص اللي حواليك اعمل 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 بالآخر هذا اللي صار أوكي أربعة عشر بعيدوا لأربعة عشر بحثة في الفيسبوك صحيح أول مبارح يوم الأحد أربعة شهر عمليا مارك سوكبرج مؤسس أو مؤسس منصة وموقع فيسبوك أعلن إنه صار مر أربعة عشر سنة على تأسيس فيسبوك هاليا من الفين واربعة فالنقطة الأولى نحن عمليا ننتبه إنه شوف كيف الوقت مرق بسرعة صح أربعة عشر سنة صح عمر كامل صح الحلو هنا بإنه بهاي المناسبة الكل اللي توقع إنه يطلع مارك ويحكي المبلغ اللي عمله إنه هو صار معنا 47 مليار دولار شركة اللي هو بيملكها هو مؤسسينه طبعا يحكي إنه هو هقوى منصة وأضخم منصة بالعكس خلف كل التوقعات هكي جملتين بسيطات أرأيه أنا يا جماعة بلخص بمعنى يعني بلخص الأربعة عشر عام على تأسيس الفيسبوك بلحظتين اللحظة الأولى هي لحظة للتفكير خلال أربعة عشر سنة شو إحنا قدمنا للعالم من خلال هاي المنصة اللي بديت بفكرة صغيرة بجامعة هارفورد وين هو كان يتعلم يعني علشان يقرب الناس من بعد اللحظة الثانية وهي كمان لحظة تفكير را المستقبل كيف إنه ممكن الفيسبوك يخدم الناس بشكل أحسن وأفضل ويضل بالكمة عشان يقرب الناس من بعض تلع ومزبوط حكا جملتين ولكن يعني فيهن عمق معين وفيهن عن جد كتير مادة للتفكير لقيمة صحيح بزبط كل الاحترام ننوجه له تعيي أنا مفكر إن أنا من أوائل الناس بالعالم العربي يمكن اللي عملت فيسبوك عن جد لا أنا دخلت بال2008 شوفي لوين أنا دائما متأخر في هذا الموضوع أحب الورقة والكلام بس إنه لا محالة لازم تفوت بهذا العالم الظاهر إيهاب رح نحكي كمان عن ميزات يمكن جديدة بالفيسبوك بس قبل إن ننتقل شوي لشركة أبل في عنا كمان خبر حبين نحكي عن شركة أبل اللي تعرضت لانتقادات مرة أخرى ودائما أدوريد على فكرة مش من مناصرية أبل كمان رح نحكي قبلو الأندرويد أيوصو الأندرويد دائما بوجه لانتقادات أني عم بكشف أنه أندرويد أندرويد دائما دريد بوجه للانتقادات وهي المرة كان الانتقاد بخصوص ميزة الفيس آي دي الفيس آي دي مضبوط الانتقاد هالمرة شوي مضحك فحلو كما نشارك المشاهدين عمليا شركة أبل قلقت دعوة قضائية من مواطنة صنية إنه الآيفون إكس تحديدا ميزة الفيس آي دي مش مثل ما تعهدوا ومثل ما أعلنوا تشتغل في الجهاز اللي اشترته بمعنى روحت عالبيت اشترت الجهاز وبتشوف إنه بنتها صغيرة تمسك التليفون وبتنزل ألعاب ما هو يا إيهاب مش مشكلة أبل بالصين كلهم بشبهوا بعض دي من هون النقطة أجد إنه عمليا راح تشكت على الشركة كيف الهاتف تعرف على وجه البنات اللي هي تشبه كتير أمها شبه جدا قريب وبنحكي على الصين كمان فتشكت عليهم كيف عمليا أو رفعت دعوة قضائية كيف الهاتف اشتغل على البنت على البنات مش على الفيس اي دي مش هتعرف وجه يعني فليش يمضحك مضحك بس أنا بتوقع إنه في هيكا بنوط قانونية يعني بتحمي شركة بهاي الضخام وبالذات بموضوع الفيس اي دي ممكن الصين تحدين مواطنين الصين يستغلوا هاي اللي منصة ويصيروك دعوات إذا عدد دهائل بالصين إذا كل واحد رفع دعوة قضائية مشكلة بفتح أي تلفون بالضغب العالم بس هني هيك بشوفونا إحنا زي ما إحنا بنشوفهم على فكرة مزبوطة مزبوطة بجاد بجاد بحكي صح صح آه لا بجاد بحكي من أشخاص وجه الوجه هتقول إياها يعني إني بيشوفونا هون كيف ما إحنا بنشوف الصينية إحنا كلها بنشبه بعض إحنا نشوف الصينية والكوريين وكل اللي جنون نشبه بعض وهنا بشوفوه نفس الاشي يعني التلفون اللي بفتح وجيك بفتح وجيك خايا الله يفتح علينا يا رب خاشو الخبر التالي ننرجع على فيسبوك كمان فيها كميزات جديدة يمكن بما أنه دوريد مش كتير مطلع بدنا نعرفه على الميزات الجديدة ممكن تكون إلها مساهمة في أنه هيك أكتر يستخدم الفيسبوك صحيح في ميزة كمان جديدة وحلوة تم اطلاقها في اندونيسيا وإيطاليا وكندا متوقع في الشرق الأوسط بفكر بأول شهر أبريل أربعة الميزة هي كالتالي وانت راح تحبوها كتير أم تأكد ولو ليلة معنا كمان راح ترافقنا الميزة هي كالتالي إنه أي شخص اليوم برفع صورة على الفيسبوك إذا هل منعرفه إنه إذا عملنا تاج أو إشارة للصورة إنه إحنا فيها بنقدر نلغيها ونتحكم فيها نضبوط هاتوالي القائم الإشي الزيادة عمليا إنه أي صورة إحنا موجودين فيها من دون إذننا ببعث لنا إشعار معين إذا إحنا مش موافقين الصورة نفسها بتنزل من عند الشخص من الفيسبوك نشكر الله شريف من عنده تنزل من عنده لأنه هون عمليا صار في تجديد على الخصوصية شكرا لا وفي شيء أخلاقي كمان عن جد بنفعش كل شخص يرفع أي صورة ويحط لك فيها إشارة وتبين عندك على الولا ومتبينش بس ينبيني عنده صحيح وينت دخلت الميزة؟ الميزة بلشت بإندونيسيا إطاليا وكندا بشهر أربعة متوقع بداية شهر أربعة في شرق الأوسط يعني لشهر خمسة ممكن تكون موجودة هنا نتمنت من عمل بإختصار يعني أحد عمل لك تاج لازم يكون موافقة منك إذا أنت ما بتوافق الصورة ما بقدر يرفعها عنده حتى لا توضيها أكتر من دوما يعمل لك تاج هو عمليا بميز الصورة أو الوجه حسب الأجوريتم معين غد منظومة معينة وبعط لك إشعار معين إليك على حسابك الشخصي حسب التشبيه اللي بشوف أنا راضي عن هاي الميزة راضي عن هذا التغيير طيب الميزة الجديدة كمان التحكم بمنع ظهور علامة سين بعد عند المتلقي في الرسائل لأجهزة الآيفون فقط صحيح صحيح تم طلق تطبيق جديد يعني زي إحنا منضيفه على على البرنامج للفيسبوك بالهواتف الذكية طبعا هات بس قائم لأجهزة الآيفون لأنه الإصدار جديد ممكن متوقع يصدره لأندرويد ولكن يلخص هذا التطبيق كتالي إنه لما منزل هات التطبيق ممكن نتحكم إنه أي شخص عنده آيفون أو جهاز آيفون في عنده المسنجر أو الفيسبوك نلغي السين أو الوين تقرأ الرسالة تمام وهيك عمليا هي بتمنع نوع الإحراج المتبادل بين الناس اللي أنت عادت لما تشوف كلمة سين زي نوع من الإجبار أنك ترد ولو مش بنفس اللحظة بما أنه نحكي قداش بيأثر علينا بيصير فيه هيك نوع عتب اجتماعي يعني نشوفت الرسالة بس عم جد يمكن مكنتش قادر أرد منه بدك ولا ما بدك بيصير العتب الاجتماعي فيه حرج فبفكر هاي الميزيك كتير راح تسهل كتير راح تساعد ناس وبتمنى تكون بالآيندرويد كمان يعني هيش بس في الآيفون لا أنا حامل آيفون اليوم بس أنه علي كتير ملاحظات يعني اللي موجود معاي بس هده ومش أنه أنا معه وضده وإكستريم وهيكا بردك لا بالمرة ليش عم بدافع عن حالي بعض الملاحظات أعني بهمنيش بقى ما هيطلع تلفزيون فلسطينة عربية وبدناشنا أندرويد ولا أبل لعنك بريد متفق مع الطرفين عنده أندرويد وآيفون مع بعض آيوس وأندرويد مع بعض إهاب من الميزات الجديدة أيضا خان جديدة تحت عنوان نتبه بالنيو فيد أو بالأخبار اليومية اللي منشوفها في الفيسبوك في كتير أخبار اللي هي ما إحنا ما بتعنيناش حلو فوصلوا بدن نطوروا تحديث معايا اللي يعمل وخاني اللي سموها توداي إن أو اليوم فيه ترجمة الحرفية إلها بالعربي اللي تطلخص بس الأخبار المحلية الموجودة للمستخدم اللي عم استعمل الجهاز يعني إحنا عم نحكي عن حالنا فالأخبار بس اللي حوالينا ببلادنا مش حاجة نعرف الأخبار اللي بالصين مش حاجة نعرف الأخبار اللي بتوكيو اللي بهونج كونج لأنه وقت وقت يعني بدنا نستغلوا الوقت الموجود في الفيسبوك التصفح بأحسن طريقة فعملينا الأخبار والمناسبات المحلية بتكون موجودة عندنا في خاني اسمها توداي إن حلو حلو طبعا رح سريعا للإنستجرام وعننا ميزة معرف عدد زائري لحساب الشخص بدن نفوت فينه بسرعة تحديث جديد تحت اسم لإضافة خلفيات مع كتابة نص بأربع خدوط مختلفة حكينا عننا دول بسرعة نحكي بسرعة عشان تستغل الوقت الميزة اللي قولة متل ما حكيت هي الميزة إنه نشوف عدد الزوار ببساطة رح يكون في خاني مش حاجة نحكي عنها كتير رح يكتب لك عدد الزوار اللي فاتوا عندك على الحساب الشخصي خلال السبع أيام اللي مضوا من هناك الهدف منها طبعا مش بس تشوف الرقم إنما مثلا شايف ألف شخص وانت فشندك تفاعل فتعرف إنه لازم تحسن المحتوى اللي انت عم بتحطه حالة هاي كل الهدف منها نيجي للتايب التايب هي عمليا شبيهة للسطوريز أو الصور اللي بالفيسبوك إنك تكتب وفي خلفية تعرف هاي الميزة جديدة بالفيسبوك هاي كابينها نيو فوق بالضبط بس بالإنستجرام الإضافة فيها إنه من خلال الخلفية والكتابة ممكن كمان أنت بالخلفية تطلع فيديو تحكي حال هاي مش موجود بالفيسبوك رح يتبنوها قريبا بوعدك بضبط رح يتبنوها قريبا معنى نفس الاشعب طبعا بزبط إيهاب كمان قبل الختام نحكي عن واتساب وكمان سريعا كمان في مزتين جدا وهذا يعتبر يمكن واحد من التطبيقات اللي عالميا عنده عدد مستخدمين مرعب إيش التجديدات في هذا التطبيق صحيح كما حكيته يعني قبل شوي انتبهوا إنستجرام فيسبوك والواتساب كل من تبقين لنفس الأشخاص صحيح صحيح إيش التسويق أو الترويج المنتوجات لأصحاب الشركات الكبيرة والصغيرة بس من ضمن برنامج داني مش رح لي الواتساب اللي إحنا بنعرفه إنما واتساب بيزنس رح يتسمى كيف إيش بزبط بمعنى إن اليوم أتلا إنت تشتري من شركة معينة فراح يصير كل شركة إلها قسم وإنت قطرة تتواصل معها عشان تسأل على المنتوج معين إلى آخره بس بطريقة مباشرة أكتر من خلال واتساب مفهوم أوكي هاي بي أفضار الهدف إنها الترويج للمنتوجات والتواصل مع المستخدم بشكل هقرب حلو كتير حلو هيك تسهيل حياتنا أكتر إيش إيش در شغلات هيك نستغل الوقت فيها في أشياء بالإنستغرام ما حكيناها حكينا على الفلاتر دايركت فرم إنستغرام حكينا هذا حكينا عليه كمان صحيح في تطبيقات إيهاب حابب تحكي لنا آه على الواتساب نسيت أحكي بشي سريع كمان اليوم لما بنبعت واتساب طب درويد ببعت العفافة ولأاخره مثلا تعال اسمع الغنوية معين باليوتيوب وتقول طب تايواني دا اسمع الغنوية وبرجع لك فبنطلع من الفطع اليوتيوب على اللينك بطلع أوتومات من الواتساب صحيح فديطوروا شغلة شهر خمسة أفكر راح يكون الإش موجود إنه طبرة تحضر الفيديو وإنت بربيل الواتساب يعني وأنت تحكي مع الشخص تعطيه طقيقة مغلال أغنية وأنت عم تسمعها وشايف الفيديو بيخاني أصغر ممتاز وتسأتعمل تشاتينج حلو كتير هاي بيختصر شو ضال إشي كمان عفاف أخير لأنا كتير عندي شغلات شايفة هنا بس بدي أنطق بعض الأشياء فالمسؤولية عليك المسؤولية علي أخر جوبلي إيهاب سريعا حابت تحكي لنا عن تطبيقاتك مميزة يمكن لأت كتير تفاعل حلو تعني حكي عن تطبيق واحد واحد خلي الباقي لأ أسماء الشيء أعجلش من ضعيش مشاهدي بالضبط حلو تطبيق اسمه هانديكرافت أو هاوسكرافت بالضبط هو تطبيق اللي بسمح بشبه تطبيق الايكيا أو شركة ايكيا اللي أنت اليوم فش حاجة تنزل تشتري مثلا أتات معين أو زينة للبيت إنما بتفتح كامرة الهتف التليفون وتختار الأتات أو الأتات أو الزينة اللي تشتريها بتشوفها عملياً فيرتوالي بالبيت تبعك حسب أبعاد وأحجام وألوان يعني عم نشوف على الشاشة كمان كأنه بتشوفها يعني على أرض الواقع بالبيت تشوف إذا أكثر مناسبة بالضبط والحلو أنه هاي الأغراض أو الأتات والزينة والآخري هي موجودة يعني ب تعنقول هيك بكميات كبيرة بستوك كبير بستوك كبير وألوان وأحجام فمن هناك أنت بتسهلها حالك قبل ما تطلع على الدكان أو على المحل تشتري منه المنتوج هذا تطبيق مش لعبة صحيح؟ لا تطبيق أوكي لا بجد لأنه مرة كان في هيك لعبة شبيهة لا تطبيق وإنت الكاميرا اللي تفتحها مثل ما إحنا شايفين الستوديو هون حلو تضر ضيف أغراض للستوديو أنت بس بتشوفها طبعا ممتاز طبعا مش بجهودي على أرض الواقع منوفر للأسبوع الجاي إيها بوتو شكرا بني لحضورك معنا ورح نلتقي أسبوع الجاي وأخبار جديدة من عالم التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي يا دورينا بكل سرور أما الآن فكرة الرياضة الأسبوعية اليومية منتابعها ونرجع ونحكي فن طلعين وراجعين مرحبا معكو سجود زمبا وفريق زمبالزغار فراسة فوغو ورح نبالش تابروني ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 بهاي الجرأة بهذا الشكل من ناحية الجمهور من اول لحظة بيجي على المسرح فيه كأنه انتقال لعالم تاني لا اشي اللي هو مش متعود عليه من استقبال الجمهور بخارج المسرح على شباك التذاكر لحد ما يدخلوا فيه قعدة طولات فجأة فيه كمان اجتماعيات قبل ما تدخلي تحضر العرض وبعدين فيه عندك بتبدأ الفقرات في الكبرين مع شخصيات اللي هي شوي مش متوقعينها الجمهور بتحكي اشياء كمان جمهور مش متوقعها مرات اشياء اللي احنا حتى بالدوائر الصغيرة حوالينا محكيش عنها متصرحوش عنها بالضبط فبتخيل كل هذا على بعض سماء عنصر المفاجأ للجمهور يمكن كمان هذا كان واحد من العناصر اللي شكلت هاي الحالي فرش سولد اوت يعني كل العروض ما قبل طلعت تحت عينك بعدك بتلمع بروحش بالمرة انا لما سلمت عليك هداك الأسبوع لما حضرت العرض يبدو شهرين خلاتك يبدو شهرين خلاتك مش رح مش رح اللي حي اكيد بيروحش الوجه ممكن يروح شوية مش طبيعي فرد طيب سولد اوت كل العروض يعني وهالأسبوع الثالث من العروض الأخيرة لهاي الفترة شو عم بوصلكم للناس؟ يعني الناس كتير متفاجأة كتير مبسوطة من العروض في اشي صادم من أول لحظة سولد اوت بتخيل من بعد العرضين الأولانيات كانوا عرضين ممتازين اللي من وراهن احنا بيعنا ست عروض سكرنا ست عروض ففي ردود كتير حلوة ناس كتير مبسوطة ايش أبرز الشغلات اللي بتسمعها انت وسماءه كمان كل الطاقم؟ ايش اللي؟ أبرز الأشياء اللي بتسمعوها من الجمهور عم نسمع انه في اشي متكامل من ناحية كانوا من كل النواحي الفنية من ناحية إخراج من ناحية تمثيل من ناحية تصميم ملابس تصميم ديكور موسيقى تصميم حركة في اشي ضابط في اشي ضابط معنى كأنه اكتر اكتر من هيك اكتر بكتير من هيك اكتر مش قادرة تحط حالك بقبعة المشاهد انتو سماء حتى نساء هدا اشي دايما دايما بنخسر وإحنا بأنه بنخسر هاي المفاجأة تبعت اول عرض اشي جديد يعني دايما إحنا كأنه في اول عرض لإلنا كان بس ننشوف إذا المواد بتشتغل أو بتشتغلش ما كانش في عندنا هاي الرهب لتبعت هاي المواد يعني انت عارف شو رح تحكي وعارف الجو اللي خلقته ففش هاي المفاجأة تبعت اول مرة اللي هي اشي كتير ساحر حلو رح نحكي اكتر مفصلا عن هذا العرض وأكيد هيك عروض مستقبلية ومشاريعكو كمان على الصعيد الشخصي بس نصبح بالخير على عفاف ونقول لها موجددا عشاة الأسامي اللي هيك مهتمة بزاوية المطبخ كمان اليوم شو راح تجهزي لنا يساعد صباحكو يساعد صباحك خصيصا عفاف اهلا وسهلا اه وانا عجنب يعني يا الله طلعي انا بعرف شو ديك تساوي انت ديك تساوي السلمان اليوم اليوم عنا ضيوف وضيوف كتير مهمين اليوم بدنا نوكل مش انه بس هيك من ابع ايد تمام معنا دائما بحضلكو دبالكو قاعدين صحيح صحيح اليوم بالاضافة للسلمان كمان في ممكن صلاطة مميزة حب تعمل انا شفت معاك جزر بألوان غريبة المرتقالي احبت تعودين على شو قصة البقين انا كل فقرة عم بحاول اجيب للمشاهدين اشياء جديدة نازلة على السوق المرة هاي جبت جزر بألوان اشكال جديدة طعم شوية مختلفة بس الشكل كتير حلو طالما انغشن فيه اللون الليلكة فيه الاصفار جزر وفيه البرتقال اللي احنا كلاتنا منعرفه باللسلة طبعته اللون كتير حلو وبيشجع الاولاد ان هن توكل لانه ألوان فاكهة بالنظر وطيب كتير رح عمل سلطة الجزار مع النفتيم هي من البقليات ما بزعوا البقليات البراعم وكتير طيب ومفيدة طيب رح تبلى شي جهزي لنا فيه هيك مقادير معينة بدك تذكريها طبعا اهم اشي انا دعمل الفيلة مش سالمون عملت قبل مرة سالمون هنا عم دعمل فيلة من دينيس عجال بده اعمله تذكيري اللي اسمها زجرة من ناحية من ناحية مهنية من ناحية مهنية حبيب تعفاف بده اعمله زجرة على الغاز ومع الشغر هتشرح شوي صغيرة معناته معلوماتك مكانتك كتير دقيقة مش سالمون مش سالمون طلعك بالاخير رح ابلش بش رح عازل تغلى على الحكالية خلص ده اخد انا مسؤولي على حالي مش مهم مش مهم الله يسامحه وينماك الله يسامحه الله يسامحه طيب فرج قدمت الالحان للكبريل الموسيقى الاكتر من رائع بشهادة كتير من الموجودين وشهادة اصحابك مجروحة فيك بكل تأكيد بالاعمال الرائعة اللي انت بتعملها تذوق الاغنيات تجربة الاداء مع بعض احكي لنا على هذا ليش اسميه فيوجين لانه هو بلد ان هناك هذا الميكس سابدا اسميه من وجهة نظرك كيف كان اللي كانت تجربة اولى كانو اكتب او اشتغل في كبري هذا اول مرة بشتغل اول مرة بفكر شو يعني اغنية في قلب كبري كانو عادة الاغنية او هي اغنية لمغنية ملاش علاقة بمسرح او هي تابعة موسيقى بس بالكبري كان فيه تفكير من السفر بشو يعني اغنية في قلب كبري وكنا كان كتير مهم انو يعني الاغنية ما تضرب كانو ما يبين انو فيه اسة اغنية و كانو يضل المشهد المسرحي موجود شغال على الخشبة كأنو فعلا وتنقلت كأنو حاولت اجيب كتير عوالم مشكلة وتابعة كل اغنية تتمثل المغنية او الموثلة اللي عم بغنيها فبالنتيجة صار فيه كتير عوالم مختلفة كأنو من جاز لاشياء عربية لكلاسيك في بلوز سماء يعني هي البعض السؤال موجهة لفرج لانه هو الموسيقى سماء يعني هي جاي من عالم الرقص والحركة والرقص الإبداعي وكل هذا العالم وايضا بالاضافة للتمثيل هي بالاساس مش مغنية كيف كان التعامل وأدو كتير بشكل لائق وجميل سماء والاخرين كمان كيف كان التعامل معه كأنو الهدف هون مش يعني لو بدي مغنيين كنا جيبنا مغنيين بتعرف مع صوات والهدف كان انو نخلق من كل من كل موثل كاركتر كاركتر غنائك نغني الأغني بشخصية معينة وبهمنيش إذا الصوت جميل ولا يعني ما بهمني كأنو عن جد صوته حلو ولا طبقات ولا خامد صوت وهي الأمور بهمني إذا هو عن جد عم بنقول المشهد بغنائه كأنو يعني الدرجة أنا كأنو أنا غنيت بالكبرين شوف لوين كان في حرب دايما مع فرج انو بالطبقة الغنائي دايما هو بدي يانا نغنيها يعني عالي حتى لو من نشث بس مش الطبقة اللي إحنا مرتحين فيها وهي كأنو دايما هو ع رأيه هذا اتفاق سماء مخرج موسيقي كان يعني إنو لما كنتوا تشوفوا الإشي من بره كان في خلاف مخرج موسيقي لا 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 إحنا مثلا أنا أكون عم بغني غنائه وكتير عالي علي الطبقة لحد اليوم بعني بحارب أكمل غنائه إنو ينزل الطبقة لأنو منوصل لآخر العرض مش غدرين كأنو منصير فيه إشي طبعا بتصيح وأنت يعني صح إحنا مش مغنيين بس بتسمع حالك لما بتنشذ يعني يعني النشاز عم بخدم عم بخدم في هذا الموضوع طب سماء يعني تحدثنا وبأكثر من فقرة سابقا كنت معنا ع كل موضوع القدرات الحركية والرقص التعبيري المحترف هيك اللي بتقوم فيه بس هاي المرة يمكن اختلف كمانك التواجد على المسرح بعرض لمدة ساعتين أو أكثر شوي كممثلي شو اختلف عليكي أنت شو اختلف يعني أنا عملت مسرح قبل بس حسيت فيه إشي بهاي التجربة طبع جمعت كل اللي أخدته بسنين السابقة من رأس ومسرح وفجأة فيه إشي دمج كتير أشي اللي بحب أعملها رأس ومسرح وتمثيل بمحل واحد مع مواضيع اللي بتحكيلي كتير وفجأة فيه هيك إشي طبع إشي بطلع على بره بانطلق بانطلق بالضبط حاسي كأنه هذا الجنر كتير إش أنا حاب أعمل حسيت يعني جعب لي كل يوم أعمل كبري أنا أنا مشبور عن جد صدقا كمان مرة أبدأ أحاول أضلني موضوعي وما أكشف أياته إشي من بره غير إنه بحبكو كتير وأصدقاء المقربين وإني فخور بالعمل لكن ما بدي أكشف شغلات للمشاهدين عشان يضلوا روح التشويق ويجروا إحضاروكو كمان وكمان لكن ننخص بالذكر على سبيل المثال إذا الأمور لأنا سألت إيش بقدر أكشفه إيش لا مشهد أم الشهيد وأبو الشهيد تأدية الممثل هنري أندراوس والممثل شادن قنبورة استمراريته لمشهد البرويز الأطر أو البرويز مشهد سماء وكيم الممثل والممثل أيمن نحاس كل هذا المشهد لما نسمع كلمة شهيد أو أم أو أبي الشهيد طوال إحنا منحزن هناك أن كان في خلطة اللي هي مش مستوعبة وعنجاد هاي اللي بتشكل لك الصدمة انت حزنت وانت اضحكت وتحكت كتير وانت مش عارف بحالك شو بدك تساوي كيف قدرت توصل لها المرحلة وبحب منكو اتنين الجواب بالذات هذا المقطع من كل المشروع من كل الكباري أخذ معنا كتير جهد وكتير تفكير وكتير نقاشات وفي أشياء بقيات في أشياء يعني كأنه بالذات هذا المقطع فهو نتيجة كتير كتير شغل وكتير يعني حتى حكينا مع ناس كانوا أشخاص من برات العمل نسمع أراء الناس كنا خايفين من هذا المحل انه كيف كيف أنا شخصيا كنت خايف كيف الناس رح ترد فعل تتقبل كيف رح تتقبل بنتيجة طلع اشي زي كيف انت عم تحكي في خلطة غريبة تاعت مشاعر تاعت ان انت مش عارف شو عن جد تحس تنتقل من من حزن لفرح لتعاطف وبتعرف فرج يمكن هاي يعني هاي الخلطة بتشبه كتير مراحل بحياتنا كتير مرات بنكون بعاصفة مشاعر اللي فيها تناقض معين بس منعيش الحال يعني يمكن بتوقع انه هذا كان الشعور لما وصفته هذا المشهد سماء منك كمان نسمع تحديدا عن هذا هذا المشهد بالذات يعني هو أكتر مشهد إذا في حدا عنده كأنه بطلع مع شعور كتير غريب هو من هذا المشهد بس بتخيل كمان إحنا جواة الطاقم كأنه هذا المشهد أكتر مشهد لحد اليوم بعدنا عم نحكي هل احنا عم نوصل شو احنا بدنا نوصل او لا هل هل هذا المشهد عم وصل بالطريقة اللي احنا بدنا نوصل يعني هذا مش موضوعه سهل والتطريقة اللي طارحينو فيها مش مش سهل وبتخيل مش هويني لكتير ناس إنها سي ما قال عمر حليحل مش عامر علاء حليحل في كأنه أبقار مقدسة عم تذبح كأنه في أشياء طراءة المطال طبعاً فبتخيل هذا واحد من المشاهد اللي هو كتير فيه هناك كأنه مواجهة لأشياء كسر مقدسات اللي هي إحنا مش كتير نسمح لنفسنا بعدنا نتعامل معها والكسر الحديث الفني بروح عند عفاف الشيف وبشوف بأي مرحلة سرنة وين موجودين شامل ريحة طبعاً شامل هذا اللي يزبني أنا أروح لهناك عملت أنا السولس اللي هو شمانة روزمارين أو تمين الزعتر الفرسي تومي بالضبط تومي على الغاز بعد ما عملت للستيك شوية زجرة وحالياً عم بعمل بأنواع الجزر الملون اللي طعمت كتير طيبة وكتير بشبهة الأراد دعمة منها سلطة وحاول أدمج معها شوية نفيتيم البراعن بزبط يعطيك العافي أكيد رح نرجع لك عن جديد يا تريد من هذا المشهد هيك ننتقل كمان نسأل ضيوفنا فرج قديش بتحسوا يعني حكيتوا عن هاي التركيبة حكينا شوية على التناقض بالمشاعر إذا نحكي عن مستوى الجمهور وسماء بحب كمان يعني تعطينا إيجابي بتحسوا فئة الشباب يمكن أكتر دي شقول متقبلي أكتر بتتواصل وبتتفاعل مع مثل هاي العروض مثل هذا الطرح مثل هذا المضمون وبمرحلة معينة مثل هاي التناقضات اللي منترحها مش عارف إذا إلو علاقة بالشباب يعني إحنا عرضنا خمس عروض لأسة وكل العروض كانت منوعة من كل الأجيال آخر عرض لذات كان شوي حسيته من ناحية الجمهور شوي خاص كان الجمهور كان كمان من شباب وكمان من ختيري بس كان في إشي فيهن شوي مش كانوا تحسين متراجعين شوي لورا مش زي الجمهور العرض الأول والتاني فمش عارف إذا كان لا ما أظنش في علاقة لأجيال يعني فيه تتيجي مجموعات من كل الفئات العمرية طيب نحكي على كيف ما أنا بعرف شخصيا على أكتر مشهد مرعب لسماء بالعرض نفسه عبالك تحكي عليه شوي الملك الملك يعني كتير غريب أنه بشار والطاقم ألف تحية لمخرج العمل الكبري بشار منقص والطاقم الموهبين والرائعين والقادرين جدا اللي تقدروا تحطوا هيك حالي كهدية للجمهور لكنها بكامل جنونها أنت بشخصية الملاك الجمهور شو بطلب إيش ما بدو والملاك بنفذ أهلولك مسموحتي يحكي هذي إشي أخذت الموافقة أنا مسمحني هذا من راسك لا هو مشهد بخوف لأنه مشهد مش مكتوب وفيش فيه إشي متوقع آه كأنه بس نوصل للجزء الثاني من العرض أنا هناك كأنه بس توعب أنه جاي المشهد وفيه كأنه بس من هذا المشهد أنا بخاف باقي المشهد كأنه أنت متمكن من موسيقى هون بس هون إنت في إشي إنت مش متوقع شو راح يصير وأه بخوف وحسب مين الجمهور بس بشي محل كمان أنا بختار نساء أكتر لإني عشان أضلني بالسيف سايد بالسيف سايد الشباب مجانين شوية صغيرة أكتر إذا هاي الكلمة الصحية هنستعملها تعال نقول لنساء ألطف ألطف شوية وممكن تكون طلباتا جدا منطقية برافو سماء حبيت الاستراتيجية نحك شوية على إستجاي أوف يلا جاي إنتي ملا ميت آلف مبروك شكرا أغنية جديدة أو لحن جديدة كنت طلعت فيها بالعرض وكل آياتنا شوفنا على السوشال ميديا التقصير عام رح لاحل تقصير عام رح لاحل بالضبط يمكن نفتحها هيك أخذت رواج كبير كبير هاي الأغنية كان بصوتك وكتير لكل حب الأداء والغناء والعزف وحبنا نحكي لك مبروك إذا بتحب تحكي لنا شوي صغيري على اللي عملته هناك يعني هي بالضبط كيف حكيت المقدمة بتاعة الأغنية عامر التقيت مرة فيه كأنه بشي قهوة وورجاني الكلمات وطلهم حلوان يعني كأنه حلوين كتب لك كملها كملها وهو بالفعل سنة كاملة طق أعلي يعني سنة كاملة وأنا أقول له يلا بيلا 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 هو آه واي كبير وبالآخر قررت أنه كيف هي يعني تتقدم كيف هي وقدمت بالعرض والناس حبتها كتير أنا اليوم مش فاهم ليش بصراحة كأنه مش فاهم ليش هلقدة اشتغلت والناس هلقدة حبتلوا ليك بس آه يعني يعني وصلت يعني وصلت أرقام مش عاطلة كأنه على يعني مش البيت التاني تير هرا كان رائع بس كتير غيور على الغنية لدرجة أنه بخلينيش أغنيها بالكبرية لأنه كان فيه لما أنا حضرت لو أنك قشرت علي وطلبت مني إشي كنت بدي أطلب إشي غريب خلال هو يغني إشي العرض الجاي إن شاء الله إن شاء الله سماء هيك أعمال مستقبلية العصفورة قلت لنا راح تسافري قريبا مزبوط عميركا بشتغل أنا عضو في فرقة اسمها يا سمر للرقص للمسرح الرقص عنا إقامات فنية شهر أربع وخمسة في أميركا وفي بريس وخلال هاي الإقامات راح نشتغل على عمل جديد للفرقة اللي هي بالضم راقصين من فلسطين ومن أميركا حلو أشياء لإلكم اللي نحب كتير نعرف والجمهور كمان موجودة بالبلاد عروض راقصة أو تمثيلية بغض النظر لعرض الكبارية وأيضا كونسرتات فرج يعني في كونسرت جديد إنتاج خشب كمان بشهر خمس راح يكون مع معزف بيانو إيطالي صديق بآخر شهر خمس راح يطلع تفاصيل كمان جمعتين راح ننتج عمل مع المعهد الوطني الفلسطين مع الأركستر الفلسطيني إنتاج شركة طاقة بالكويت عمل للأطفال بالأساس بحكي عن قصة أطفال راح نقدمها راح تقدمها الممثلة الفنانة فداء زيدان مع الأركستر الفلسطيني كأنه عمل رواي مع موسيقى هذا هو حالو كتير اسم الرواي تنين بيت لحم شكرا سبا لكاتب من الغزي لكاتب هو الشواء سوري حالو كتير حالو إلك سماء بالبلاد راح يكون في عروض قريبة لا يعني لأميركا وبعد أميركا راح مش قبل شهر تماني يا رب خير احنا بالترقب راح نكون موجودين ورح نتابعكو دائما وأخيرا العرض الكبري وين رايح بشهر سبعة راجع كمان مرة وين موجودين اليوم بعدش يعني فيش قرارات بس في حكي أنه راح نقدم كمان كمان كمشة عروض كمشة عروض بعد الزول داوت يعني فيه نوعه فيه كأنه اليوم كمان نحكي هل بنفع الكبري يطلع بريد خشبة أو لا كأنه بالبداية كان أنه هذا العرض بضل بس بقلب خشبة تغير وكتير صعب أنه يطلع لبرا فيه اليوم كأنه محاولات أنه هل بنفع نفحص أنه نعرضه في محل تاني هل الجمهور فيه ماكين تاني ممكن تتقبل اللي إحنا عم نحكيه واو هاي موافحشة حلوة لأنه نسألت حالات السؤال الجواب كان؟ الجواب لا أنه بضلوا ببيته العرض يعني هيك معتمد سياسة مسرح خشبة ألف تحيي لمخرج العمل بشار مرقص الممثلين رعي سماعو اسم أواكين والموسيقى الممثل فرج سليمان زيور بهلول هنري أندراوس شادن قنبورة مين كمان؟ أيمن نحاس وأيمن نحاس بكل تأكيد للتقنيين وكل اللي اشتغلوا مصمم مجدلة خوري وهيتم حداد كل احترام لجميع القائمين على هذا العمل نشكر حضوركم شكرا ألف مبروك اللي عم بتصور شكرا لكم شكرا لكم شيف جازي جازي يعطيك ألف عافية حتى نشوف الطبق هيك الطبق جدا سريع عادة أنا بحاول أجيب أشياء اللي بكون سريعة بالخصوص للنساء اللي عم تشتغل وبتدور على وجبة بتشباع وكمان سهلة والمكونات تكون بالبيت الوجبة هاي بشهل من 12 دقيقة كل الام بست بيتها وتشتغل فيها وتعملها كتير زاكية خصوصي إنه السمك فيش فيه سفير وإنه السولز كتير كمان زاكي في يوتوم وحامض وهنا فيه سلطة الجزر الملونة اللي كتير بتشد النظر للأطفال وبتشجع الطفل يوكل أنواع الخضروات بما إنه احنا مشكير عم نوكل خضروات الطبق جاهز صحة؟ يعطيك ألف حافي أشوفك أفرهيم وشكراً على تواجدك معنا بستوديو صباح نغير وهيك مشاهدينا وصلنا لختام على حلقة الإسطنائية والفترة الصباحية وحلقتنا لليوم من برنامج صباح نغير متل ما عودناكو متميزة نكون تأكيد منشوفكو بكرة تابعونا على السوشال ميديا مساواة الشانل وبالإعادة ع ساعة أربعة ونص وبعد منتصف الليل بنص ساعة بتقدروا تشاهدونا منشوفكو بكرة على كل خير اشتركوا في القناة